يقولوا طلعت من ذا المكان الصبح إلا حصل فيه اثنين كانوا يلحقون إلا و أمسكه و أخنقه قلت له الآن ما تعرفني صح؟ سلام علي شاء الخير يا جماعة الخير قفحها لكم طيبين إن شاء الله رجعنا لكم اليوم بقصة جديدة آخ يا قصة اليوم من القصص اللي أحب أنا أقولها وإنتوا برضو تحبون تسمعونها مثل ما أنتم عارفين القصص تحكي لنا أحداث صارت الناس يا القصة تكون محذرة أو تكون منصفة في قصة اليوم من القصص اللي لو أسويها والله العظيم فيلم ممكن تصير من أفضل قصص اللي قد قلتها وإذا قلت لك في القصة أن هذه القصة ممكن تصير فيلم تعرف أن القصة هذه جوها مختلف مرة قناتي كلها ممكن قلت القصص اللي ممكن تصير فيلم ممكن ثلاثة أو أربع قصص من أصل ممكن ستة عشر قصة قصة اليوم مختلفة ممكن تتأخر أصن في النزول لأنها مرة قوية قبل ما نبدأ حبيبي وعزيزي في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك ايه والله اضغط لي على زر اللايك اذا تسمعني الان وتشترك في القناة بقيلنا شوية على المليون مشترك نبغى نجيب المليون ونحطه وراء يلا خلنبدأ في قصة اليوم قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع للشخص اسمه ابراهيم ابراهيم هذا يقول انه عاش بين اسرة متوسطة الدخل مشاكل هذه الاسرة كثيرة مرة مثل ما انتم عارفين سر راحة الانسان وسعادته في اسرته اذا كانت اسرتك مضطربة راح تتبهذل بشكل كبير مرة ابراهيم يقول عائلتي مكونة من اب وام وبنت وحده وسبع عيال وابراهيم كان اصغر ولد في هذه العائلة والعائلة برضه متقدمة في العمر شوي يعني اخو ابراهيم الكبير في عمر سبعة وثلاثين او ثمانية وثلاثين سنة طبعا لا احكي لكم المعاناة اللي مريت فيها والله العظيم اني كنت اصحى كل يوم على مشاكل بين ابوي وامي ودائما اسمع ابوي يتكلم على امي بكلام قاسي والصدق الكلام هذا يزعلنا احنا كاخوان ولكن المشكلة الزعل ما كان يجينا كلنا يقول ما كان فيه الا انا واختي اللي هي الثالثة من تحت يعني قبلها ولد وقبلها ابراهيم يقول بس انا واختي اللي كنا نزعل ونحزن على امي وحال امي يقول باقي اخواني والله العظيم انهم كانوا يكرون امي كر غير طبيعي ما يحبونها مرة ما يحبونها يقول انا لا اخفيكم يقول امي بعض احيان تقطت كلمات وكلمات هذه موجعة يقول ولكن اذكر ان هذه الانسان احملت فيني واعترت فيني وحبتني من يوم ما كنت صغير يقول انا لا اخفيكم برضو امي بعض احيان تقطت كلمات على ابوي تزعله ولكن مفروض ابوي يكبر عقله ويقول ان هذه الام انجبت ما يقارب ثمانية من الابناء فاكيد الثمانية هذولي اخذوا من عقله وتعبوها الموم يقول ابراهيم اسم اختي سلوى وعمري انا يا ابراهيم واحد وعشرين سنة خلصت الثانوي ما درست لا دبلوم ولا باكالوريس ولا دخلت الجامعة يقول ذاك اليوم كنت قاعدة في غرفتي قال اسمع البابي طاق 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 وكانت الطاقات هادية شوي طاق 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 ما هي طاقات ولد هذي طاقات بنت فقلت يا امي وافتح الباب وحصل قدام وجهي اختي سلوى وكانت قاعدة تصير واسحبها وادخلها وقفل علي الباب قلت ايش فيك قالت لي ابراهيم انا والله تعبت من المشاكل اللي تصير بين امي وابوي والحيب ما ادري كيف اقول لهم عن مستقبلي واني ابغى اكمل دراستي وخاف اقول لهم يضيقون علي فحس ان ابوي بيرفض او امي ممكن تقول لا انت عارف وضع امي وابوي دايما مشاكل ودايما قلقين ودايما متوترين وقعدين يبهذلوننا داخل البيت ويجبون مشاكل برا البيت عندنا داخل البيت واحنا اللي نتأذى يا ابراهيم تكفى يا ابراهيم وقف معاي في هذا الموقف هلا ابراهيم ابشري اختي واش تبين بس تبين اكلملس ابوي تبين اتكفل بكل شي يبشري موضوعك اعتبريه خالص يقول ابراهيم طبعا انا قلت لكلام ذا وانا والله ما في اني ثقة اصلا ان ابوي يقبل او يرفض ولكن اختي وما للاخت الا اخوها مستحيل اخليها لو يصير اللي يصير المهم يقول وامسك الموضوع في قبل بي قلت لا تشيلينهم اول ما تخلص الاجازة بدخل على ابوي واقول يقول مهم انتظرتي لين قبل التسجيل بسبوع وقلت ميد اختي سجلي فاتخاف ابوي يرفض ما دليش قلت يا ابنا انت الحلال سجلي لاتشيلينهم سجلي والله تدخل اختي على الكمبيوتر تريك 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 وتدخل المعلومات وترق تم التقديم الان قلت ميد اختي اذا جاء قبول انا بفاتح الموضوع مع ابوي لاتشيلينهم كانت خلاص بشر والله ويحالة في الحظ ويجي الاختي سلوى قبول قلت بس جاء الوقت ليدخل على ابوي واصارحة واقول له ان اختي سلوى تبغى تدرس ولكن خايفة منك وانها تبغى تدرس وتكمل دراستها هذا الشي في مصلحتها وفايدتها يقول والله واتشجع وادخل على ابوي وكان الوقت ساعة سبع الليل وادخل عليك في حالك يبغى طيب اول كلمة قالها لي اللي ما بشرتني بخير قال اخلص وشتبي قال لأسبوع يبغى انا فترة الخيرة ضيعت حياتي وما درست وتحسفت والله العظيم اني ما درست شوف راحت السنوات وانا قاعد والان لو اجي اقدم ما حد رح يقبلني يا يبه اختي سلوى تبغى تكمل دراستها يقول فجأة يقطع كلامي قال وش عندها وش عندها البنت وش تبي قال يبه في النهاية هذه البنت بنتك والدراسة رح ترفع من شأنها وترفع من شأن عائلتنا ممكن اختي سلوى تكون رحمة لنا في البيت قال وش عندها وش تبغى قال اختي سلوى تبغى تدرس قال بتدرس وين يعني بتدرس في الجامعة هذه القريبة عندنا قال طيب انا بدفع فلوس في شي تكفل فيه ما في شي صح اب كيفها خلها تدرس يعني اللي بان من فكر ابو انها فكر مات ولو فيه دفع فلوس مستحيل يخلي البنتها هذه تدرس طبعا الموقف هذا يبيل لكم تشددوا الاب وان البنت مفروض تروح تقول لامها وامها هالي تفاتح الموضوع امها مقفلت طريق في وجهها بلجأت بس لاخوها المهم راح وقال لسلوى اخته واستانسه وبعد فترة الكلية حقتها والتخصص حقها صار في منطقة بعيدة عنه تبعد ما يقارب 250 كيلو هذا الشي راح يخلي ابو ابراهيم يرفض لما يكون تبعد 250 كيلو سكن وقروشة راح يرفض نهائيا والجامعة هذه برضو ما توفر سكن ولكن ابراهيم يتذكر فرحة سلوى اول ما قال لها انه ترى ابو يوافق وقال ابد ما عندك مشكلة فاستانسه ولا يبغى صدرها يضيق لو ابوي رفض وقلناه على المكان البعيد فرح لابوه لعب على ابوه قال يبا اسمعني سلوى انقلوا جامعتها بعيد وانا راح اروح معها والجامعة راح تتكفل بكل شي سكن نقل كل شي لا تشيل هم من تي يا ابو انا مع اختي وان شاء الله امورها زينة قال ابهت بللي احفظكم مع السلام يقول لكن الجامعة ما راح توفرنا لا سكن ولا اكل ولا نقل ولا اي شي ولكن قلتها وقت فتم مع اختي وروح تبلغت اختي سلام عليكم كيف حال السلوى طيبة المهم قلت ميد ابوي عن نقل الجامعة وكل شي قال لي ابوي بكيف كانت غريبة ابوي قال بكيف يعني بيتكفل بكل شي ولكن التكفل بكل شي انا بحاول يا سلوى اني اشتغل واتكفل بكل شي لان اصلا لاتشيل انهم وانا اصلا ابغى انقل ذيك المدينة لان فيها وظائف كثيرة وبتوظف ان شاء الله في اي وظيفة وخذوا اغراضهم وظفوا اغراضهم كلها وجهزوها وبعد سبوع رح ينقلون مدينتهم الجديدة يقول ابراهيم انا كان في جيبي ما يقارب اربع الاف او خمس الاف ولكن الخمس الاف هذي اتكفيني اني استأجر اربع شهور خمس شهور يعني ترم واحد الاختي سلوى ولازم اشتغل في نفس الوقت الممرحت واستجرت شقة وانقلت انا واختي سلوى واسكننا في شقة الحالة صرت كيشوي اوصل اختي الجامعة وهي ترجعوا على هذه الحالة في يوم من الايام اصعبت علي الحياة بشكل غير طبيعي والله معك صرت اتحمل الحياة ابد 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 ولكن كان باقي في جيبي الف وخمس الفين تكفيني حق شهرين يعني قدام ولكن ما لقيت ولا وظيفة راح تفكلي الازمة ذي المهم في يوم من الايام اتصل ابو ابراهيم عليه سلام عليكم والله ابراهيم كيف حالك طيب ان شاء الله والله الحمد لله يبهالها عسى ما شهر والله يا ابراهيم امك تعبانة شوي في ودها تشوفكم بياليت لو ترجعون وقال الكلام هذا الاختة الاختة تنهبل ابي ارجع الاهلي يا ابتحال دراسة قالت معد ابي دراسة ابغى شوف امي وش فيها والله تاخذ البنت اغراضها وتطلع لامها رجعت البنت ايهي وابراهيم اللي هي سلوى ابراهيم ارجعوا المنطقتهم ارجعوا هلأ ياما وش فيه اسو ما ادري ايش لاحظت سلوى ان امها تعبانها شوي لا صدق يحتاج انها تقعد معها برضو المرض اللي في ام سلوى خطير شوي قالت سلوى لابراهيم يا ابراهيم معلش نبغى نكنسل الدراسة والله اني بقعد عند امي ولازم اعتني فيها لين تطيب يا ابنت الحلال دراستس رجعي يا ابنت الحلال ما بي شي ابي اقعد عند امي واهتم فيها لين تطيب والله تقعد سلوى الله يعطيها العافية مع امها كانت تعتقد ان امها يعني بتطيب كذا في اسبوع وسبوعين في استمرت المدة شوي وقعدت شهر شهرين طولت الام تعبانة الجامعة اتصلوا على ولي سلوى اللي كانت مسجلتها في الجامعة قل له يرن الجوال على ابراهيم طيط ويرد هلو والله معاك الجامعة سلوى اختك وش فيها قال والله سلوى عند امي قاعدة وقاعدة تعتني فيها لون امي مريضة قال طيب هي لها اسبوع اذا ما جت رح يتم فصلها من الجامعة طبعا قال الكلام هذا على طول السلوى يا سلواتر الجامعة يقولون السبوع اللي ما جيتي والله ما عدي بغونك وراح يفصلونس قالت البنت لا والله بقعدة عند امي وخلهم يفصلونني ورزقي على ربي والله وجلست البنت مع امها تعتني فيها حب حب حالة امها تحسنة ولكن حالتهم المادية صارت سيئة ابراهيم يبغى يشتغل واخوانا الكبار يشتغلون ولكن ذاك الراتب اللي ما يغطي الحاجة قالت سلوى انا والله بتقدم على وظيفة وباشتغل وقالت هذا الكلام لابوها فابوها وافق الصدق انها تشتغل ولكن تشتغل في اشيات تكون بس للنساء قالت خلاص تمام واشتغلت في احد المدارس اللي هي انها تسجل معلومات اللي يدخلون ويطلعون ومسؤولة عن التوقيعات للمدرسات وغير المدرسات صارت تشتغل في ذا المدرسة تشتغل في ذا المدرسة المدة سبع شهور وسبحان الله في يوم من الايام تجي الرسالة على جوال سلوى ترر وش الرسالة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا الوزارة المخصصة للتعليم او الهيئة سلوى تم قبولك لبرنامج الابتعاث طبعا ما انتم متخيلين قد فرحت سلوى بهذا الخبر ابتعاث وانا كنت فاصلة عشان امي سبحان الله من ساق الرزق ولكن هل ابوي راح يقبل او راح يرفض مثل ما قلت لكم ان ابوها بس يفكر المبالغ المالية وانا والله بعض الاحيان ما لومة لان شخص على قد حاله دل مرة هي تشجعت سلوى وراحت قالت مد ابوها بدون ابراهيم يا يبا انا جاني ابتعاث والابتعاث هذا الى امريكا وراح هناك يدرسوني ويعلموني وبارجع بشهادة حلوة مع العلم ايبا دل مرة راح يتكفلون بكل شي من اكل ونقل وسكن كل شي راح يتكفلون فيه قال لها ابوها اشوفه انا والله يا سلوى يا ابنيتي يا حبيبتي ما عندي الا انتي ما راح اخليك تروحين الا لما اخوك ابراهيم يوافق طارت سلوى على طول ابراهيم طاق 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 ويفتح الباب قال لها والله ابراهيم تكفلني طالبتك انا جاني ابتعاث وابوي يقول ما انتي برايح الا لما ابراهيم يوافق قال لها ابراهيم اسمي انا والله العظيم اني قاعد ابحث عن وظائف متى برنامج الابتعاث هذا حقك اذا كان والله بعد شهر شهرين ما عندي مشكلة قالت لها ايه بعد شهر وشهرين ويمكن اكثر من شهرين يبدأ يا خلاص تمام ما عندي مشكلة واضطير سلوى من الفرحة الان ضمنت ان اخوها راح يسافر معها ورح تبتعد سلوى وابراهيم الى امريكا يدرسون وسبحان الله من ساقلها الرزق بعد ما تركت دراستها جتها بعثة افضل من دراستها اللي كانت تدرسها لا ومع العلم انها زي اللي تقول محفولة ومكفولة بكامل تعليمها المهم قعدت ذا الثلاث شهور عند امها وامها كانت بحالة ممتازة كانت ميد امها والله امها جل وقت اللي انا اطلع فيه لامريكا انا وابراهيم اخوي لاني اطلعها امها ادرس وباذن الله اجيب الشهادة اللي ترفع الرأس وامها تدعي لها الله يوفق سبق وفالس التوفيق لان الام صارت تمشي على كلام الابو اذا ابوها موافق خلاص الام معت تقول شي وتقول اصل سلوى بعد ما رجعت البيتنا لحط بيتنا شوي اختلع المشاكل قلت بين ابوي وامي ما ادري يصاير بينهم يعني هدت الامور والكهربل يصاير في البيت ولكن مو هدت مرة مرة يعني بدل مكان 100% صار 80% تقول للمهم جهزنا اغراضنا وكل شي واخذنا تذاكر السفر من المكتب المخصص الوزارة اعطونا تذاكر السفر وماكن السكن وكل شي وحط الورقة القبول الخاصة بالجامعة هناك والله وناخذ اغراضنا ونروح للمطار ونركب الطيارة وهذه اول سفرة لي والابراهيم الى امريكا واني اطلع من المنطقة اللي انا ساكن فيها والله وطير الطيارة بالـ 12-13 ساعة وننزل في دولة وبعد ذلك تحركنا من الدولة هذه الى امريكا نزلنا ومعنا برضو الورقة اللي تعلمنا المكان او السكن اللي راح نسكن فيه اخذنا تاكسي كان واقف عند باب المطار ركبنا معاه لو سمحت هذا العنوان وصلنا للفندق المخصص لنا تقول مشه بالسيارة ويلف له في ميني ساري ميني سار لين وصلنا للفندق قال هذا اللي فوق فندقكم تقدرون تنزلون فيه هو عبارة عن شقق مجموعة من الشقق تقول سلوى والله اخذنا اغراضنا ونزلنا ودخلنا لغرفتنا تقول شققتي كانت في الدور الثالث والشقة عبارة عن غرفتين وصالة ودورة مياه ومطبخ صغير مرة تقول غرفة لي اكيد وغرفة الاخوي للمهم ضفوا اغراضهم وحطوها وقعدوا في الصالة سواء هاي اختي متى اروح للجامعة بكرة وتوزيع والوقت والترتيب تلازم اروح للجامعة بكرة الساعة 7 الصبح ابغاك ابراهيم تكفى تكون جاهز من 7 الصبح الروع على طول الجامعة قال ابراهيم ابا تبشر طبعا ابراهيم وسلوى فيهم حب الفضول يبغون يعرفون من الجيرانهم اللي عندهم صاروا يناظرون جيرانهم ويشوفون منهم بلاحظوا ان السكن اللي ساكنين فيه سكن مخصص لطلاب الجامعة ناموا بعد ما صاح ودق ابراهيم على سلوى يلا مشينا يختي يوديك وياخذها ويوديها لين الجامعة يقول ابراهيم والله كانت الاجواء حلوة مرة والنفسية تغيرت واول مرة اروح للدولة هذه واصلا اول مرة اطلع من المنطقة حقتي يقول صرت تمشى واشوف الناس وحس فيه اشياء قاعدة تتغير منظوري الناس اللي يمشون حولي ثقافة ودك تعرف عن ثقافتهم وتتعلم منهم بعض الاشياء المفيدة يقول المهم صرت اودي اختي كل يوم الصبح للجامعة كل يوم مدة سبعين ثلاثة سابعة اوديها وكون الصبح فاضي وانتظر اختي لين تطلع من الجامعة وروح اجيبها وارجع ويقول كان عندي وقت خمس ساعات او ست ساعات اكون فيها فاضي يقول طبعا الدولة صار في لنا راتب والراتب هذا الاختي فاختي تعطيني منه جزء بسيط مرة وتقول يعني اذا تبغى تشتري شي او تاكل شي استخدم فيه يقول في يوم الايام انا فاتح الجوال وادخل في جوجل ماب وقعد افرثر كذا وحصل ملاهي قريبة لمة كذا رسمة ملاهي موجودة على نفس الجوجل ماب ويرفع الجوال زين ويرفع التقييمات ويشوف تقييمات عالية على المنطقة ذي قال اكيد انها منطقة العهد خلني اروح اشوف وش المكان ذاك واذا جاء وقت الوكند اخذ اختي له يقول ادخل على بولت واطلب لأقرب تاكسي كم حسابك دولار ومدري كم وصلني المهم اول ما وصلت هناك وادخل نفس الملاهي هذي يقول شفت اشياء غريبة يقول شفت اشياء كنت اشوفها في التلفزيون صار داخل يا جمعة الخير محل مخصص الأقمار اللي قام رون فيه هذولي يعني الموجودين هناك ناس قاعدين يقام رون والأقمار طبعا معروف انه شي حرام يقول واشوفهم وتفرج عليهم وكل واحد قاعد يلعب والعاب مختلفة واشكال مختلفة يقول اشوف ناس قاعدة تفرح وناس هنا علي صار قاعدة تحزن يقول اشكالهم كانت غريبة شوي واغلب لي موجودين هناك يقول فقدين الوعي يعني يكونون سكرانين يقول طبعا انا ماشي ماني جاي العب لا بس جاي اتفرج واطلع يقول صرت اتفرج على هذا وتفرج على هذا وتفرج على هذا يقول ابراهيم والله لا اخفيكم انشديت نوعا ما انشديت اني ألعب بس بجرب حظي يقول لو جتني برميها او بعطيها اي محتاج هو يقول كذا ابراهيم يقول موم جاني الشيطان وقال لي يا رجال اللعب يقول واروح لنفس كذا المحل الصغير يبيع نفس الدوائر هذه حقة الفلوس اللي يلعبون فيها الأقمار يقول عطيتها دولارات عطيتها 20 دولار يقول وعطاني 4 كسر ومكتوب فيها 5 5 5 5 يعني كل وقتها 5 دولار يقول خلني ألعب لعبة لعبة الحظ يقول تضغط ويدور هذا لنفس الدوران اللي جوه يدور 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 يقول فجأة إلا ترن يقول لها فجأة يوقف على تأشيرة تأشيرة هذه مكتوب فيها ضرب عشرة يعني الخمسة دولار صارت 50 دولار يقول أقسم بالله العظيم تجربة كانت مختلفة ومخيفة شلو الخمسة دولار تحولت لخمسين دولار بدون تعب يتبس خلاص باخذ الخمسين دولار هذه وحط الخمسة عشر دولار في جيبي وألعب بالخمسين دولار اللي ضربت في عشرة يقول وأطلع من لعبة وروح لعبة ثانية وأخسر والثالث أخسر ورابعة أخسر يقولوا المهم بقى معي حوالي 15 دولار يقول فيه ألعاب كده مخصصة لأوراق يلت أبغى ألعب معكم؟ يقول لي لا إذا تبغى تلعب لازم تعطيني الجواز حقك هنا يقول أبراهيم استغرابتك تشتبي بالجواز حقي اللي إذا تبي تلعب بالأوراق هذه لازم نأخذ جوازك وهويتك يقول خلاص جوازي رح أجيبها بإذن الله بكرة يلا خاص بيجيوا بكرة تعال بكرة يقول صدق أنا خليت الفلوس هذه معي الدوائر وروحت نفس الغرفة هذه وعطيتهم يا وعطوني دولارات يقول رجعت معي 25 أو 20 دولار يقول ما خسرت ولا شيء مرة ما خسرت ولا شيء يقول وأرجع لبيتنا وأنتظر أختي تطلع وروح أجيبها يقول طبعا ساكت أنا ما قلت لأختي لو قلت لها رح تزعل يقولش خلاك تروح ذا المكان وذي حرام والألعاب هذه ما منها فائدة يقول وروح أجيب أختي من الجامعة وارجحها للبيت يقول وأنتظر اليوم الثاني بس أودي أختي الجامعة أبغى أوديها بس عشان أروح محل الألعاب يقول والله أودي أختي وأول ما تروح للجامعة ووصلها وأطلع على طول محل الألعاب طبعا جبت الجواز حقي معي يقول جيت قلت لهذا الجواز حقي ويأخذ الجواز يقول يحطه في جهاز ويمسحه قال طيب أنا معاي فلوس كاش قال لا يا حبيبي ما تقدر تدفع هنا فلوس كاش لازم تدفع فلوس عن طريق البطاقة يقول أنا بحث نية يعني عطيتها البطاقة يقول أول ما عطيتها البطاقة ويحطها على الجهاز إلا говорي يجي كود ويجي لي كود يقول ترين إلا يتم خصم مبلغ اللي راح ألعب فيه اللي هو خمسين دولار يقول يخصمه مني وأصير ألعب ذا اللعبة وأدخل وألعب 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 يقولو الخمسين دولار اللي دخلت فيها حولت في لحظة 800 دولار يقول بديت انجذب انجذب انجذاب مطبيعي في لحظة واهلا بسيطة صارت 800 دولار يا ساتر يقول قلت له ما بغى نسحب بس قالوا كملوا مدري ايش ممكن تصير 2000-3000 دولار كمل لا 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 800 دولار بس عطونيها يقول يعطوني نفس الدوائر هذه واروح لنفس الكاشير ويصرفها لي ويعطيني 800 دولار في يدي يقول والله يا حسيت اني غني شكل غير طبيعي يقول صرت 800 دولار هذه اتاجر فيها كيف اتاجر فيها اوصل اختي اروح محل لقمار حسيت انحظي حلو مرة كشوي الحظي بتسملي يقول عكس الثانين الثانين قاعدين يلقمون يقول حتى دقيت علاقات مع الناس اللي جوا اهلا انهلا والله ابراهيم كيف الحال صاروا يسلمون علي يقول صاروا يعرفوني يقول درجة من كثر ما حظي كويس يقولوا اللي اختر اي لعبة انت راح تفوز اختر اللي تبغى يقول لا اخفيكم اخسر مرتين وافوز مرة يقول وادخل في 800 دولار واقعدك اليوم ثلاث ساعات في هذا المكان اللي يلعب فيه يقول وحول مبلغ 800 دولار لين وصلت 7000 دولار المبلغ قاعد يضخم ولكن يقول ابراهيم يقول حسيت فيه هرمون كذا ينبعث داخلي يقول لي الحق يقول 7000 دولار 8000 دولار يقول مهم استمريت على اللعب ما يقارب ثلاث شهور يقول صرت صاحب الحظ القوي في هذا المكان ويقول درجة في ناس صاروا يحظرون لي ينظروني كذا على الطاولة وانا لعب يقول في يوم من الأيام طلعت من ذا المكان الصبح طبعا المكان ذا مفتوح في أي وقت ترى مو ليل بس لا لا صبح ليل أي وقت تجي تلعب يقول طلعت من ذا المكان الصبح إلا حصل فيه اثنين كانوا يلحقون يقول والله اني خفت صرت اناظر على وراه ويتشيبون ذولي يقول الف مية لف مية لف سار لف سار اطلب تاكسي وافتح الجوال واطلب تاكسي إلا يجي التاكسي واركب معه يقول لا ناظر وراي بعد خمس دقائق إلا فيه سيارة وفيها أهم يعدين يلحقوني يقول لا حظ اني أنا مطارت وصاروا يلحقوني يلحقوني اللين وصلوا ويعرفوا شقتي نزلت شقتي إلا هم كانوا وراي وانزلوا بغضللهم ولكن يعرفوا المنطقة السكنية اللي أنا ساكن فيها ويعرفوا أني طالب لأن السكن اللي ساكن فيه أنا مخصص للطلاب وصاروا يلحقوني يقول دخلت بعد ما ضللتهم شوي واسترحت وانتظرت لين أختي تخلص وروح أجيبها وارجع يقول فجأة إلا تجيني رسالة على جوالي رسالة إيش هذه شو السالفة تم سحب مبلغ خمس ألاف دولار من مين الشخص اللي سحب المبلغ شخص مجهول يقول قعد تفكر أنا من يسحب الخمس ألاف دولار ومن هو هذا من الشخص اللي قدر يتجرى أن يسحب مني خمس ألاف دولار والبطاقة هذه معاي تذكر شوي شوي من الكازينو تم معها البطاقة يقوله شوي إلا في واحد يتصل عليه ويرد إبراهيم مرحبا قلب مجمل النص مرحب إبراهيم كيف حالك طيب أنا أدري أن عندك طريقة تلاعب قاعد تتلاعب فيها ولكن إبراهيم تعتبر هذا تهديد شديد اللهجة ترى معلوماتك كلها عندي وأقدر أدخلك في مشكلة وتدخل السجن ولا حد ينفعك يعني صار الشخص هذا يبتز إبراهيم بشكل رسمي يقول إبراهيم صوته واضح أنه مستخدم أداي يغير فيها الصوت وقوله عراف أن هذا الشخص شخصية غير طبيعية من بعد ذلك الاتصال قفل وجاني خوف غير طبيعي وصرت أرتبك وانتفض أول مرة تصير لي المشاكل لي طبعا كلام هذا كله صار لي بعد ما أجبت أختي وإختي تقول لي إبراهيم وش رايك نطلع نتغدى برة وأنا أقول لها لا والله ماني فاضي وقعد أعتذر بأشياء ثانية فقعدت في البيت ما يقارب سبع أو ستة أيام وأنا لا أخفيكم صرت أخاف وصل أختي وأقعد في الجامعة عندها وأرجع معها معت صرت أبغى أقعد في البيت الحالي ولكن معت صرت أروح للمحل هذا حق الأقمار يوم الأيام قلت بأعترف الأختي وأقول لها ولكن قبل ما أقول لها خلني أروح للمحل الألعاب هذا وأشوف إش موضوعه وإش سالفته رح توصلت أختي الجامعة بعد ما أطلعت من الجامعة كالعادة أطلب تكسي وتوجهت على طول المحل الألعاب المهم يقولوا أدخل كذا وفيه على اليمين المحل الصغير اللي يحول لك العمل يقول لي نظر فيني أيهوة إبراهيم أهلا وسهلا وقام يرحب فيني ويهلي إذا ليه يرحب فيني وهو هو نفس الشخص اللي كانت عنده بطاقة البنك حقتي يقام يرحب فيني ويسحبني معاه كيف حالك طيب يروح يعرفني على ناس تانين إبراهيم رجع وما أدري إيش يقول إلا يجيني المدير المخصص المحل الألعاب هذا قال لي أهلا إبراهيم كيف حالك طيب إبراهيم وينك معك صرت الجينة واختفيت لك فترة ما يقارب ثمانة وتسع أيام المهم إبراهيم تعال خن وريق قسم الفي آي بي اللي موجود فوق قلت هنا وش هذا قسم الفي آي بي قال هذا قسم حق كبار الشخصيات وانت من الناس الصدق المميزين عندنا وهذا القسم ما يدخل أي شخص ناس حنا نختارهم بعناية عشان يدخلونا والزين في المكان هذا اللي فوق السرية فيه تامة مرة أنا هنا عرف الناس اللي موجودين فوق ناس من الفي آي بي وبرضه ناس مختلفين وأبلفل شوي قلت بس الموضوع فيه شي برايفت ورقيت مع الدرج وارقى تيك 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 لين رقيت فوق وهو جنبي هل إبراهيم تعال تعال عياك الله تعال تعال وأرقى وأفتح الباب وأدخل لحط المكان مغلق بشكل كبير وفيه ناس برضه جايبينهم بجوه قاعدين يتفرجون على المكان وتوه تحت الإنشاء فيه عدة أشخاص وفيه ناس واضح أنهم في آي بي مرة وفيه شخص حوله حراس أنا ما أعجبني الموضوع قلت يا رجال دام الموضوع كويس خلاص ما رح أقول لأختي وخلني أسكت ولكن محل الألعاب هذا خلاص والله العظيم معدى طبقة بما أني تأكدت أن الأمور زينة وماشية يقول والله وأطلع من هذا المكان وأروح أنتظر في ساحة الجامعة لين تطلع أختي يقول طبعا أنا شوف الناس اللي يحتفلون داخل الجامعة وعندهم كل أثنين فيه ناس يتجمعون وقروبات وتحديات بينهم أسلوب الجامعة عندهم رهيب وفيه أماكن مخصصة للطلاب تقدر تقعد فيها أنت برضه لو تجي المهم باقي على خروج أختي سلوى ما يقارب ساعة يقول إبراهيم في وسط الاحتفالات هذه إلا يقاطع الاحتفالات هذه اتصال جوال من الرقم غريب وأرد قلت مرحبا قال كيف حالك إبراهيم طيب قلت الحمد لله قال إبراهيم لازم تتواجد عندنا في أقرب قسم شرطة قل أنا اللي مخته الحين هذا يكلمني قاعد يقول لي بياناتي وهذا يقول لي تعال نبغاك في الشرطة حسيت أني طايع في موقف صعب قلت له ليه وش الموضوع قال تعال موضوع عادي وبسيط مرة بس نبغاك توقع على بعض الأشياء بس قلت له اوكي ما عندك مشكلة والله واخذ غراضي واطلع لقسم الشرطة وقلت أني برجع لاختي أخذها بعد ما أخلص من الشرطة اللي أجي عند قسم الشرطة مرحبا إبراهيم كيف حالك طيب إبراهيم تراك تحت المراقبة والمراحبة شو السالفة قال لا تسوي نفسك مجنون نعرف انت شو انت مسوي ولكن لحد الآن ما ثبتنا عليك ولكن احنا عندنا في الولاية نوقعك في البداية على شي انك ما تتعدى الولاية لان في أي وقت رح نطلبك ولكن لحد الآن ما ثبتت عليك التهمة قلت وش الموضوع يا ولد وش أنا مسوي والله اني ما سويت شيش السالفة يا راح الآن أقول لك كل شي يفتح لي جهاز الكمبيوتر ويلف ششت ويلف عليه الشاشة قال لي هذا أنت قلت ايوة هذا أنا قال هذه الصورة جوة أحد المحلات الألعاب الخاصة بالأقمار صح قلت لقيه ولكن وانا قاعد أقول لقيه ذكرت ان ذاك كان يقول لي في اي بي وبرايفت كيف جات صورتي هنا قلت طيب ش المشكلة واذا صورتي موجودة هنا يعني انتوا عندكم سامعين في الدولة قال المشكلة مهنة يعني المشكلة شفت الشخص هذا اللي جنبك طبعا الشخص اللي قاعد يأشر عليه ما كان جنبي كان وراي ولكن زاوية الكاميرا مبينة انه جاي جنبي قلت كيف الشرطة وصلت المعلومات هذه برضو قلت ايوة وش فيه الشخص اللي جنبي قال هذا شخص مختفي لخمس سنوات ومطلوب أمنيا ولكن لحد الآن ما ثبت لنا انك انت متعامل معاه قلت لها طيب كيف وصلت المعلومات هذه قال المعلومات هذه معروضة على الدارك ويب شلون كان لي الدارك ويب عالم مفتوح في كل شي في ناس يطلبون منك خدمات وفي ناس انت تنفذ لهم خدمات والمجرمين لنفس كذا قاعدين يدولونه داخل الدارك ويب فأنا كانت عندي نظرة مبدئية عن الدارك ويب وش وضع ذات الدارك ويب يتمنه الشخص هذا ويعطيني اسمه كامل لا اخفيكم العسكري كان معاي محترم مرة لان مشكك ما يدي انا لي دخل ولا ما لي دخل والكاميرا اللي كانت تصور كانت تصورة يعني نفس كذا الان وهو جنبه ولكن وراه وقاعدة تبين انه لا جنب بعض واقفين إبراهيم قال لعلط وقال طيب يا اخي شغلوا الكاميرات اللي على جنب قال ما نقدر احنا ندخل بكاميرات اللي على جنب الصورة هذه في شخص اخترق نظام الكاميرات اللي عندهم عشان يصور الشخص ذاه وانه مالنا الاحقية انه ندخل للمكان هذا لانه خاص طيب في حل في شيء قال ما لك حل اللي ننتظر لو ثبت شيء يا إبراهيم طرح راح نسحب وانا يا إبراهيم طرح اتعامل مع الطلاب اللي في الجامعة والطلاب اللي في الجامعة ممتازين فانا ما ابغى اضرك فاصلا قسمنا جنب الجامعة مباشرة تعاملاتنا كلها مع الطلاب ولا نبغى يصير لكم اي مشاكل قلوا إبراهيم خلاص ان شاء الله عسا خير طلع إبراهيم للجامعة وأخذ اخته الآن إبراهيم في أشياء تدور في راسه كتير الناس اللي كانوا يطردونه ومنه الشخص اللي يخترق الكاميرات وصور هذا الشخص ووحق إبراهيم معاه ومن اللي سحب من حسابه البنكي فيه ثلاث أشياء قاعدة تدور في راس إبراهيم وله بقاعد يحصل لها حل يقول إبراهيم طلعت ورحت للجامعة انتظرت وخدت أختي وارجعت معها للبيت وفتحت على أختي موضوع قتلها في أسرع وقت قلت ليه؟ قال والله ما أنا مرتاح ودي أغيره ونشوفنا مكان قريب لما الجامعة قال طيب خلاص ما بقى شي وينتي الترم فيه جازة بين الترمين أسبوع نستغلها في النقلة قال خلاص تمام كان باقي على الترم شهر وشوي قالها خلاص أوكي تمام يقول إبراهيم في يوم من الأيام وديت أختي للجامعة في عندهم مكان مخصص الكمبيوترات الطلاب اللي موجودين جوا طلاب مخصصين برضه لتخصص الكمبيوتر يعني اللي شبكات واللي آمن سبراني واللي برمجيات ويقول لهم فيه تخصصات واجدة داخل النادي هذا والناس قاعد تقعد على الكمبيوتر يقول الصيد قرحت هناك وفيه شخص دائما وهو يمر يناظر فيني ويبتسم ذا المرة ناظرت فيه ويبتسمت وجي تكلمت قلت له كيف الحال طيب قال الحمد لله بخير يقول واضح من شكله إنه من أصول عربية قلت له ما عليش أخوي الاسم الكريم يعني من أنت قال أنا اسمي قاسم قال والله نعم يا قاسم انت عربي أكيد قال لي نعم عربي طبعا الكلام هذا بالانجليزي قال لخلاص لخلنا نتكلم عربي انت من وين قال والله شيف أنا أتكلم عربي مكسر شوي قال أنا اسمي قاسم من العراق وأنا هنا من زمان وأبوي دكتور داخل هذه الجامعة قال لي نعم دكتور داخل هذه الجامعة قال ولكن أبوي تخصص وأنا ودي أدرس كمبيوتر بتخصص ثاني مختلف عن أبوي وصرت يعرف نفسه فيني يقول أنا إبراهيم برضه ساكن قريب عندك حوالي العراق وشرحت للحي وشرحت للمكان والزمان يقول ولكن الشخص هذا والله العظيم كان أجودي قلت له إبراهيم بما أن تخصك كمبيوتر يخودي أسألك عرف شيء اسمه دارك ويب يقول يناظر فيني كذا ويبتسم قال إيه معروف دارك ويب والديب ويب قال هذي كلها أماكن مخصصة للهكر والناس اللي يتعاملون في الخفاء قلت له يا أخي فيه مجرم معروضة صورته على الدارك ويب وأبغى أتأكد منها قال إسمع الدارك ويب ما يمديك تدخله من هنا على الكمبيوترات هذه لأنهم مانعين أني أحمل أي متصفح ثاني ونطلع للساحة يجيب اللابتوب حقي ودخلك على الدارك ويب قال لابد يعطيك العافية والله يا قاسم يسوي خير يقول ونطلع للساحة ويجيب اللابتوب حقه ويفتح اللابتوب حقه ويقعد يحمل بعض الأشياء وبعض الأدوات شوي يدخلني على الدارك ويب قال ليمون الشخص اللي تبحث عنه ويصير يبحث ويطلع للصورة حقته قال هذا قلت لأ إيه هذا وناظر في الصورة قل له صدق أنا موجود معهم في الصورة يا ولد وصرت أقول ما يتقاسم هذا العراقي مشكلتي قلت لأ مشكلتي من البداية للنهاية قال اسمعني إبراهيم الشخص هذا اللي واضح قدامي هذا شخص خطير مرة هذا يبيع مخدرات يبيع أشياء ما أبغى أقولها يبيع أشياء كثيرة مرة ومسجل عنا بيان أن الدولة كانت تطلبها قبل فترة وأتوقع أنهم زوروا لحادثة موت هنا يقولون أنهم حصلوه قبل فترة في أحد الأماكن المخصصة الأقمار يقول هذا سالفته قال إبراهيم القاسم وش الطريقة طيبة يا قاسم قال بإذن الله أمورها محلولة على أن الصورة صدق قاعدة توضح أنك انت واقف جنبه ولكن أتوقع الزاوية حق النظر ما أعطي أنها وانت واقف جنبه بالشيء اللي راح نسويه يا إبراهيم أن احنا نجيب تسجيلات الكاميرا من جهة ثانية قال إبراهيم يا ولد تسجيلات الكاميرا صعب أنك تجيبها لأن نفس ضابط الشرطة يقول فيه شخص اخترق هذا المكان وأنا يومي دخلت المكان هذا حق الألعاب قالوا لي أنه سرية تامة وصار لي شرح للتهديدات اللي جيتها قبل فترة وأن فيه ناس يلاحقونه وانسحب منه مبلغ قال لا يا وانسحب منك مبلغ كلمت في أحد قال لا والله أني خفت خوف لا يعلم به أحد خوف غير طبيعي قال لا قاسم يا ولد هذا حقك كيف تخاف قال إخي ما أبغى أطيحث مشكلة يا قاسم وأنا جاي مع أختي فأخاف أني أطيحث مشكلة وأوهقها عشان كذا أنا ساكت ومتحمل قال لا قاسم أوكي الله يكون في عونه ولكن إذا احتجت شيء يا إبراهيم هذا رقم يتواصل معي أعطى إبراهيم رقمه وقال لا أي شيء تبغاه تواصل معي يقولوا إبراهيم كنت قاعد مع قاسم شوي جاء فترة خروج أختي واخذ أختي ونروح للفندق حقنا ليه السكن حق الطلاب صرت أسولف لها أني تعرفت على شخص اسمه قاسم في الجامعة حقتكم قالت هي قاسم العراقي قالي نعم قاسم العراقي ليه تعرفينه قالت لا هذا مشهور عندنا في الجامعة هذا أفضل طالب موجود عندنا في الجامعة يقولون ممكن يخلونا معيد داخل الجامعة ويدرس الطلاب هذا عنده علم غير طبيعي والشيء الثاني يتميز أنه يساعد أي شخص يشوفه شوي إبراهيم صد تذكر أن الولد هذا بشوش مرة يضحك في وجهه أي واحد يبتسم في وجهه وزيادة على كذا يمد يد العون لأي شخص يقابله هنا أيقا إبراهيم انصد قاسم شخص كويس قلمه مرت الأيام وخلص الترم الأول والأمور نفس ماهي وهادية ولا صار أي شيء لا شرطة كلمه ولا أحد جاه ولا أحد تكلم معه يقول إبراهيم يخلص الترم الثاني بتكون فيه إجازة مدتها ثلاثة شهور ونص يقول طبعا في الفترة هذه كنت تواصل مع قاسم يعني في الثلاثة سبيع أربع سبيع مرة ولكن مو بشكل كبير أتواصل معه ولكن كل فترة أمرة هلو والله قاسم كيف حالك طيب أمورك زينة واجلس معاه واشوفهش قاعد يسوي أهو وبيني وبينكم ودي أتعلم التخصص اللي قاعد يدرسه يقول ولكن ماهو داخل مخي وصعب مرة صعب لأبعد درجة المهم جات الإجازة الطويلة قلت ما يدختي بما أنه جات الإجازة الطويلة وش رايك نرجع لأهلنا لأني والله شتقتلهم وبيني وبينكم والله إني خايف أنه يصيري شي في الإجازة الطويلة هذه قلت خلني أضمن من الآن أرجع وأختفي على الأنظار فترة طويلة وإذا رجعت برضو لأمريكا أغير السكر الخاص فيني تكلم قاسم عن هذا الموضوع قبل ما يمشي قال والله إنتفقتنا وأختي إننا راح نرجع لدولتنا ونقعد معاه لنا فترة وبعدها راح نجيكم ولكن اللي أبغى منك يا قاسم أنا شخص معاي فلوس فلوس هذه جمعتها من محل الألعاب هذا اللي ألعب فيه ومعاه صدق ما يقارب 17 ألف دولار قال لأبي قبل ما أجي لأمريكا بحول لك مبلغ سأجرنا فيها شقة والشقة هذي تكون مختلفة عن الشقة اللي إحنا ساكنين فيها لأن بني وبينك أبغى أختفي على الأنظار فترة طويلة لين تهدى الأمور يقول إبراهيم كان اللي قاسم أبشه ولا تشيل هم واعتبر موضوعك منته يقول راح تخد تغراضي وخد شنطتي وقفلت كل شي وخد تغراضنا كله أنا وأختي وطلعنا من الشقة حقتنا متجهين للمطار وصلنا تقسي المطار نزلنا ندف الشنطاق طاق 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 لين دخلنا جوة أو المدخلنا جوة في عساكر حقين التفتيش فتا شوني ومشوني عايز وتقدمت شوي وخلصت نقطة التفتيش الأولى الداخلية في نقطة ثانية قدام حقت اللي تمسح فيها الجواز وتذكرة السفر مسح جواز أختي ومسح تذكرة السفر ودخلها الأختي تنتظر كدام وواقف على مين تنتظر قدام وأمسح أنا الجواز حقي اللي يطلع لي شعار أحمر طيط كيف السالفة؟ قال لا لا فيه غلط في النظام ياخذ الجواز من جديد طيط يرفض السالفة يا ولد قال اسمع جوازك طالع عندي ان فيه خلل بسيط مر القسم اللي جنبنا هذا المخصص لمشاكل البلد فتوقع عندك مخالفة مريرية عندك شيء يا الميدختة انتظريني هنا شوي شوي وبجيك طالع للقسم هذا وقابله كالون أنت إبراهيم يا لي إبراهيم يا إبراهيم وين بتروح انت باقي على إيقافك شهر ونص قال إيقاف ايش قال انت عليك إيقاف ما تتحرك من الدولة نهائيا وانت مراقب مرة الآن ما يقارب ستة شهور باقيلك شهر ونص وينتي لإيقاف حقك وتروح بلدك يقول إبراهيم استغربت علي إيقاف بتانا ويسويت عشان يعطوني إيقاف لا يكون من قسم الشرطة يوم مريتهم ذاك اليوم سجلوا علي الملاحظة هذه وما خلوني أقدر أمشي يقول للمهم بتلعى سخير إن شاء الله خلاص كان باقي قال شهر ونص يقول قعد تقلبها في رأسي قلت ليه ما أكلم أختي وخليها ترجع لحالها وخلي إخواني استقبلونا هناك وأنا أجلس شهر ونص هنا ولكن عشان أهلي ما يرتاعون ويقولون وينك وش وضعك وش فيك دلت ميدختي اتفاق أنا جوازي ترى معطل ويقول يبغالي شهر ونص عشان ينفك الإيقاف حقه ما أدري وش وضعه ولكن قولي ميد أهلي إني أنا قاعد أتعلم لغة هنا عشان ما يشلونهم أو يفكرون فيني قالت أختي خلاص تمام وركبت الطيارة وابراهيم رجع للسكن حقه هو على الطريق اتصل على مين اتصل على طول على قاسم السلام عليكم قاسم كيف حالك طيب قاسم أنا عندي يقاف شهر ونص صادق شهر ونص معطينك قال إيه يا طيب شو الخطة لأبغاك الآن تستأجر شقة باسمك لأن ما أبغا اسمي يسجل في أي سجلات والشقة حقتي أنا سلمتها وفما راح يعطوني إياها نهائيا فستأجرنا يا قاسم شقة باسمك نجلس فيها أنا وأنت قال خلاص تم حول لي يقول وفتح الجوال وأحول القاسم مبلغ الشقة وزدت عليها مبلغ قلت إنه ممكن نحتاج شيء من الأثاث نزوده يقولي الشقة بتكلفنا 2000 دولار ممكن في الشهر وفحولت له 10 ألاف دولار فارسلتها له واتصل عليه قالت راك حولت لي 10 ألاف دولار قال أنا عارف خلا معاك يمكن نحتاج نسحب ونأثث في الشقة الجديدة قال له تم واستأجر وخلص وبعد ثلاث أو أربع ساعات تقابل وسوا يقول براهيم راح تكافي غيرت جوة قهويت لين يخلص قاسم من كل شيء يقول وأطلع القاسم مباشرة بعد ما استأجر الشقة وأدخل عنده هلو والله قاسم كيف الحال طيب قال والله الحمد لله قال هذه الفلوس خنروح الآن نشتري أغراض ونضبط كل شيء يقول قعدنا ما يقارب 9 أو 10 ساعات رحنا شارينا أغراض وشارينا الأثاث وشارينا كل شيء والفلوس حرفيا كأنها موزونة شارينا كل شيء تحتاج الشقة ثلاثة سرير كنبات كل شيء يقول قلت ما يتقاسم إذا تبغى تنام معي خلك معي قال لا أنا برجع بيتنا لأنني موعد الوالد ما قلت لأني بنام عندك خلني أرجع عشان يشوفني ويرتاح والأسبوع الجاية أصير أنام عندك قال إبراهيم تمرح يقول إبراهيم أنا كنت عبان مرة قفلت باب الغرفة وقفلت باب الشارع وانسدحت ونمت يقول فغضون ممكن ساعة ساعة ونص إلا أسمع باب الشقة يطاق طاق 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 قلت يا ولد من عند الباب قلت أكيد أن يا حارس العمارة يا أحد الجيران الموجودين وأنا فيني النوم وتعبان وأسمع طاق 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 قلت في الشيبي ذا وأقوم من فراشي وأروح لم الباب إلا أنا أعظر إلا فيه ثلاث عساكر ووقفين عند الباب أنا أخف يقول كانوا بنت واحدة وعسكريين وافتح الباب أول ما افتحت الباب ويدفونه قال لي إبراهيم قلت لأي إبراهيم يمسكونني ويكلبشونني ولأوا كانوا يكلبشونني بعنف ويأخذونني وركبونني في سيارة الدورية ودوني على قسم الشرطة لدرد يتقولهم خلني أقفل باب الشقة قال ما تقفل ولا شي خلى ولكن عرفت الموضوع أن فيه مشكلة واركب معهم سيارة الشرطة يودوني لقسم الشرطة حقهم وادخل ويدخلوني الحبس وقفلون باب طراخ يقول بعد مرور ممكن ساعة ساعتين وأنا قاعد أنتظر أحد يجي يكلمني اللي يمر لي عسكري من كلامه قاعد يقول لي آه كنت ناوية الحاش يقول قلت لأ نحاش من إيش قال لا لا بعدين تعرف تنحاش من إيش جاف بالي أنهم يمشوفوني مريت على الجوازات المخصصة المطار قالوا بس يبغى ينحاش وشكل ركبت التهمة يقول المهم باقي ما ودوني اللي هو النيابة حقتهم القسم اللي يكون فيه التحقيقات يقول يدخلون عليه العساكر ويطقوني طق غير طبيعي يقول سطروني تصطير لين حرفيا غفيت يقول دمان في وجهي رفسوني شوتوني فتوقع أنهم ثبتوا أني أنا كنت مع التاجر ذاك حق الممنوعات والأشياء الحرفية مو كويسة كنت أقولهم والله العظيم تراكم غلطانين يقولوا يطقوني ما خلوا فيني حرفيا شي سليم يقول قعدت في الحبس حقهم ما يقارب تسع أيام ودوني خلاص ودوني النيابة خلني أجيب لي محامي أجيب لي أحد لا حياته لمن تنادي في عاشر يوم قرروا يودوني النيابة يقول مشيت لين رحت عند النيابة وقابلت هذا القاضي حقهم قاعد يسولوا فيه يتكلم معاي وتبين من كلامي أني صدقة أنا ما ليدخل وإني أنا ماني راعي للخربيط هذي يعني بكتب أني أنا أطلع وكون تحت المراقبة ولكن ما أطلع اليوم أطلع بعد مرور أربع وخمس أيام يقول طبعا قاسم ما يدري عن أي شيء ولا يدريش صاير لي ولا أدري شقة يش صار لها ما أدريش قاعد يصير لي بالضب بعد مرور فترة طويلة وأنا موجود عندهم سلموني أغراضي وطلعوني من قسم الشرطة حقهم يقول على طول أخذ جوالي وأشوف فيه رسائل من أهلي وفيه رسائل برضو من قاسم يا ولد وينك ويصار عليك واختي أشوف رسائلها تراك روعتنا يرايكم فيك شيء واتصل أول شيء على أختي قلت لا أنا بخير وموري زينة ولكن جوالي كان ضايا وتوني أحصل أني انقلت من شقة لشقة يقول وما حصلت عذر ومشيتهم بالعذر ذا يقول قلت ماذا قاسم أني أنا انسجنت والنصار لي كذا 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 وقال لي قاسم صدق أنا جيت الشقة حصلت الباب مفتوح قفلت الباب قعدت أدور عليك ما لقيتك مسألت حقي العمارة قالوا والله ما ندري عنه يقول إبراهيم والله النفسيتي اندمرت وحالتي النفسية خلاصة عبد هو من الطق هو من الكلام اللي جاني ما أدري يقول رجعت لشقتي وقعت وصرت معاد أطلع لمدة 4 أو 5 أيام حالتي النفسية ضاربة ضاربة مرة 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 وصرت معاد أبي أكلم أحد وحتى قاسم ما بغا يجيني كل ما أدق علي أدور لتصريفه ما بغا يجيني وبعض الأحيان ما أرد عليه لا أخفيكم إبراهيم يقول أنا دخلت في اكتئاب حاد صرت معاد أعرف أتصرف مع نفسي كرهت حالتي وكرهت العيشة اللي أنا عايشها يقول صرت أصيح حرفيا وأنا ما أدري وبرضو صرت أصيح وبعض الأحيان أضحك في نفس الصيحة يقول نفسيتي ضربة ضربة غير طبيعية يقول في يوم من الأيام اللي يطق الباب وأسمع قاسم يناديني من وراء الباب أبراهيم أبراهيم قمت أنا واستحيت منه فتحت للباب تخلي وش فيك أبراهيم وينك مختفي لي فترة أكلمك قلت له والله أني شوي تعبان ويناظر قاسم في وجهي قال إبراهيم يا ولد وجهك شفي ناحف وش فيك وش صاير لك ما تاكل شيء أنت وش وضعك خلاني أقعد على الكرسي واتصل على أبوه فأبوه أصلا هو بروفوسور في الأمور النفسية هذه كلم أبوه وقال له إن خوي صار لكذا كذا كذا وإن الآن كذا وصار لكذا وصار يشرح لأبوه حالة إبراهيم من الألف لين الزد قال خلاص خلي يجينا البيت والله ويطلع إبراهيم البيت قاسم ويسلم على أبوه ويتعرف عليه وصار يعالج عند أبوه علاج نفسي يقول إبراهيم اللي توضح لي أني أنا شخص ما عندي شخصية حرفية مطموسة على شخصيتي وإني أخاف من أي شيء قدامي وهذه الحالة أنبنت كانت بسبب أمي وابوي بسبب أنهم كانوا يتطقون قدامنا ويرمون الكلام بينهم يقول ما دريت المشكلة أسرية قديمة ممكن تأثر في حياتي في المستقبل يقول صار أبوه قاسم يعالجني وقعد عندما يقارب ممكن 13-14 يوم الصدق بعدها صحتي تحسن وحسني صرت أفضل من قبل بعشر مرات قلت ليه متى أنا ساكت وماني قاعد أواجه المصاعب اللي قاعد تمر علي ليه قاعد الحاش منها طقوني صرق فلوسي يهددوني يتكلمون علي وأنا ساكت ليه متى ما في أي ردة فعل والمواضيع وصلت لأمور ما ودي أقولها والله العظيم أنه وصلت المواضيع للدرجة ممكن يوم من الأيام أفقد فيها حياتي المهم فقلت لازم أحط حد لهذا الموضوع سالفة إني أصير طيب وأسكت عن كل شيء خلاص معدي بموجودة اجتمعت أنا وقاسم قاسم كيف حالك طيب قاسم عندي شيء ودي أسويه وش الموضوع وش السالفة اسمعي قاسم الأونة اللي راحت هذه كلها ترى كانت صعبة علي والآن لازم أحط حد لهذا الموضوع أول شيء أبغى أسويه أبغى أجيب تسجيلات من محل الألعاب هذا تثبت فيها برائتي عشان مرة ثانية ما عادي يدقرولي الشيء الثاني أبغى أشوف مني الشخص اللي سحب مني المبلغ هذا والشيء الثالث الناس اللي طاردوني والله العظيم أني ما أخليهم كان لي قاسم أول شيء نبدأ فيه الكاميرات اسمعي يا سالم أنا والله العظيم راح أوقف معاك أنا ترى لي في الاختراق والأشياء هذه فبحاول أروح للمقه هذا وأجلس فيه وأتصل فيه عن طريق الواي فاي المخصص لهم عشان أقدر أوصل لشبكتهم وإن شاء الله أن الكاميرات متصلة على الإنترنت قلت رأيي والله تكفى يا قاسم حاول خلوني أعطيكم مثال بسيط إذا كانت الكاميرات متصلة على نفس الإنترنت الموجود للمقهى يقدر يخترقها قاسم ويسحب كل التسجيلات جا في ذا كل يوم واستعدوا قال المهمة أنك تدخل يا إبراهيم جوا وأنا راح أدخل بعدك وأجلس في الكافي حقهم وأطلب لي أي شيء وأتصل على الإنترنت حقهم لحل إبراهيم خلاص تمام وقال لي برضو ادخل جوا شتتهم شوي بما أنك تمون عليهم برضو أبغاك تشوف المكان اللي ما يكون فيه الكاميرات تشوف اللابتوب حقي قال لا إبراهيم تم يقول والله إبراهيم وأروح للمقهى هذا وأدخل عليهم ويعرفوني أهلا إبراهيم هلا والله كنت مرحبا أهلا وسهلا وبسبب علاقاتي داخل هذا المكان رحت تمشي شوي شوي بلم الغرفة المخصصة المراقبة وامشي شوي شوي وقعد أطل من عند الشباك وحصلت طاولة مناسبة ما تسجل شاشة الكمبيوتر ورحت بلغت قاسم بهذا الشيء شوي يدخل قاسم تيك 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 ويمشي طيق ويقعد على الجهاز طيق ويجلس على الطاولة ويفتح اللابتوب ويشغل الجهاز أول ما شغل الجهاز شغل الجهاز واتصل بالواي فاين حق المكان يقول قاسم وصيرة حاول أبغى أخترق الكاميرا وحاول أخترق وحاول أخترق وخذ الموضوع مني ما يقارب 40 دقيقة بعدها أيقنت إن الكاميرات معزولة عزل تام عن الانترنت المخصص للمكان نفسه يقول شوي إبراهيم إلا أشوف قاسم قام من الكفي وطلع بره وألحق وراه وكان شكله مو مبتسم فعرفت إنه ما قدر يخترق الكاميرات طمشي وراه ها قاسم بشر قال والله إبراهيم ما قدرت أخترق الكاميرا نهائيا وأتوقع أن الكاميرا معزولة عن نظام الكفي قال حل الوحيد هو إنه نوصل للشبكة الداخلية اللي موجودة في الفي آي بي ممكن نقدر نتصل بالكاميرات يقول إبراهيم صرت أخطط على الصالة هذه اللي موجودة في الدور الثاني إني خلاص بأرقى فوق وادخل على الطاولات الفي آي بي يقول وأدخل وكان موصيني قاسم إني أبحث عن منفذ شبكة في ذاك المكان أو واي فاي بحثت بحثت ما حصلت شبكة واي فاي نهائيا وصرت أبحث بعيني عن منفذ مخصص للشبكة ما لقيت ولا منفذ موجود في غرف الفي آي بي لموجودة في الدور الثاني وأرجع مرة ثانية وأقول ما يتقاسم الموضوع قال لي اسمح إبراهيم في حل أخير والحل الأخير هذا فيه مجازفة شوي هل أنت بتقدح ولا ما انت قادح قال لي أنا معك بس وش تبي قال لي قاسم اسمعني إبراهيم في غرفة في الدور الثاني مخصصة المراقبة أبغاك تدخلها إذا دخلتها فيه كمبيوترات هناك موجودة قال بعطيك فلاشة أبغاك بس تشبكها مدة 80 ثانية 90 ثانية أنا أقدر أجيب لك تسجيلات الداخلية كلها قال لي أبشر بس كيف ندخل الغرفة ذي قالها ها المشكلة في الغرفة هذه إن الدخول عن طريقها عن طريق بطاقة يال طيب كيف راح أجيب البطاقة قال اسمع في واحد عندنا في الجامعة هذا ممتاز في البرمجة عنده جهاز صغير يقدر يمرر على الباب ويفتح فيه الباب نعم صدق فيه جهاز نفس كذا قال له ولكن ما نبغى يعرف عن موضوعنا قال له لا تخاف الشخص هذا ثقة والشخص هذا اسمه أحمد يقول والله ونروح لأحمد ونكلمه كيف حالك يا أحمد طيب موضوعنا كيت 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 يا أحمد فيه عندنا باب نبغى نفتح الشفرة حقته قال لنا وش نوع الباب وش نوع الجهاز الموجود على الباب وجبنا له كل المعلومات قال اسمعوا الشفرة حقت هذا الباب والله العظيم ما هي موجودة ولكن يناقصنا الشفرة هذه ورح أبحث لكم عن الشفرة هذه اللي تفتح الباب وأرجع لكم يقول إبراهيم قلت ما يدي أحمد خلاص تمام إحنا في انتظارك انتظرناه انتظرناه يوم يومين ثلاثة أيام اتصل علي أحمد وصوته كان حزين شوي قال والله اسمع إبراهيم الشفرة ما لقيتها ولكن حصلت شخص يبيع الكود البرمجي هذا أعلمكم وش النظام يأخذ الكود البرمجي ويحطه داخل القطعة هذه قطعة هذه تيجي نفس الجوال يحط الكود البرمجي الكود البرمجي هذا يشتغل عن طريق أتوقع الـ NFT وأتوقع فيه ناس يعرفون الجهاز هذا الـ NFT هذه طريقة برمجة بين الكرت والباب يجي الجهاز هذا يحل محل الكرت ويصير كأنه هو الماستركي أو يصير كأنه مفتاح حقيقي يفتح الباب هذا يصير يرسل موجات على نفس الجهاز حق الباب ويفتحها هذه طبيعة الجهاز وعملها ألمه بنرجع الموضوع قال أحمد الكود البرمجي هذا فيه شخص يبيعه في الدارك ويب ومبلغه 600 دولار قال لأبراهيم أجل تم اشترى وش تنتظر قال عادي نشتريه قال عادي مرة قال له خلاص بعطيك الحين لينك وحول له عن طريق البيتكوين ورسله الإيميل حقي وهو رح يرسلي الكود البرمجي قال لي خلاص تم والله يعطيني اللينك وحول مباشرة للشخص هذا يقول شوية لجيني رسالة على التليجرام من شخص اسمه جون قال لي أمسك هذا الكود البرمجي وعطاني ملف بسيط وأنا طبعا بطبيعتي يا إبراهيم ما أعرف وش الأكواد هذا ومرر الكود هذا على طول الأحمد قال أحمد عشر دقايق ويكون الكود جاهز اتصلت على طول على قاسم سلام عليكم قاسم كيف حالك طيب؟ قاسم اسمعني الكود البرمجي جاهز جهز لي الفلاشة اللي رح أشبكها داخل الجهاز اللي موجود في غرف المراقبة قال له خلاص تمام عشرين دقيقة ويكون لك الفلاشة جاهزة طبعا الفلاشة نظامها لما تحطها هي فيها سكريبت داخلي السكريبت هذا يدخل وتعطيه بس أوكيه ويسحب المعلومات كاملة اللي موجودة داخل الجهاز طبعا وش نظام السكريبت هذا أو البرمجة الداخلية طبعا ما رح تقدر تسحب الفيديوهات اللي جوه نظامها وشه تسوي أمر داخل الجهاز إنه يرسل معلومات الجهاز على الكلاود الكلاود وشه زي جوجل درايف والأشياء هذي المخصصة للتخزين يعني من أول ما شبك الفلاشة هي تسوي عدة أوامر في وقت وجيس بتقول خلاص أضغط هنا أرفع الفيديوهات على الإنترنت طبعا الفيديوهات ما حد يشوفها تكون مرفوعة في نفس الحافظة اللي موجودة في الكلاود المهم طريقة مخصصة الرفع الفيديوهات ولكن الفلاشة ولا شي لأن السكريب أو البرمجة اللي موجود داخل الفلاشة يقول ارفع الفيديوهات والملفات اللي موجودة على الجهاز ارفعها لي على الكلاود حقي أو على القوغل درايف بشكل أخص وبعد ما تخلص تحذف الكود البرمجي اللي موجود داخل الفلاشة هذي وخلي الفلاشة فارغة فهذي عمل الفلاشة والكود هذا حرفيا خبيث مرة يقول للمهم اتجهز الجهاز هذا المخصص لفتح البيبان ومر احمد واخذه وبعد اطلع على قاسم واخذ قاسم معاي في السيارة واتجه مباشرة الى المكان المخصص للألعاب هذا قاسم خلك في السيارة وانزل على رجولي اتمشى تيك 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 وادخل محل الألعاب مرحبا هلا ابراهيم هلا والله قلت لهم اليوم انا راح العب وابغى العب في الفي اي بي فوق قلت خلاص تمام ارقى فوق عشر دقايق وراح اجي قلت بس العشر دقايق هذي لازم اصيد الجهاز حقهم وارقى مباشرة عند غرفة المراقبة طبعا غرفة المراقبة هذي بس غرفة موجودة فيها اجهزة ما فيها ناس يعني جوا يدخلون واللي يدخل يمكن يدخل مرة ويقعد فيها بس عشر دقايق يشوف التسجيلات اللي جوا وادخل غرفة المراقبة واجه عند باب غرفة المراقبة وطلع الجهاز المعطيني احمد وحط عند الباب اللي اشوفه يطلع كذا في الشاشة شي يتحرك اللي يقول طيط وينفتح الباب وافتح الباب شك شك وادخل وحصل جهاز قدامي واشبك في الفلاشة واضغط انتر الا اشوف في شي قاعد يمشي ويحمل شوي اللي يعطيني اشارة اني ترا خلصت واسحب الفلاشة وقفل الباب وانزل مع الدرج وانا نازل مع الدرج قلت في راسي ليكون كاميرات المحل سجلتني يوم دخلت ولكن بسع القاسم عن كل شي يقول واطلح وقابل قاسم قلت لها قاسم سويت كل شي قال لي قاسم اي خلاص 20 دقيقة ملفات كاملة كلها موجودة عندنا قال لي خلاص تمام بس يا قاسم هلظنك التسجيلات سجلتني وانا رح ادخل ضحق قاسم يلا تخاف لا تحسبني غبي لهذه الدرجة بنفس السكريبت حقي رح يحذف كل شي موجود في الجهاز قلت اجل اموري ممتازة واطلع يا جماعة الخير القاسم ونتوجه للغرفة حقتنا او الشقة حقتنا نبغى نشوف التسجيلات واش فيها واش داخلها وهل صدق الاجهزة هاذي كانت قاعدة تسجل او لا المهم ارجعنا للشقة ويفتح لي قاسم اللابتوب بعد 20 دقيقة 25 دقيقة الى الملفات كاملة ارتفعت وندخل ندور في المقاطع وندور في المقاطع وندور في المقاطع وحصلت اللحظة اللي دخلت فيها للمقهى هذا وادخل وراقي بالكاميرات والتسجيلات الجانبية وحصل تسجيل يثبت ان انا ما لي يدخل نهائيا مع الشخص هذا واخذ التسجيل هذا واحفظه واخليه عندي المهم يتميد قاسم الامور تمام ولكن اتمنى احمد ما يقول لأحد شي عن الشي اللي سوى قالي لا تسجيل هم احمد خوي وانعرف ولكن الان مهمتك وش يا قاسم مهمتنا ان احنا نشيل صورك من الدار كوي الشي هذا بيكون وكلفه شوي ولكن يحتاج ان احنا نشيلها ويحطون صورة ثانية توخر وتبعد صورك عن اي شي والمهمة هذه رح اكلف فيها احمد لان احمد يفهم للمورة هذه بشكل كبير هل خلاص يعني تثق باحمد قال اثق باحمد كأن اخوي قال لخلاص تم شورك وهداية الله والله اجمعت الخير خلصت اول مهمة بنجاح حرفية باقي الان مهمتين زيادة الشخص اللي يسحب الفلوس والناس اللي كانوا يراقبونه منهم الناس اللي كانوا يمشون وراه يلاحقونه ومنه الشخص اللي ارسلهم عشان يلاحقونه منه الشخص برضو اللي قدر يسحب من حسابي البنكي مبلغ 5000 دولار بعد مرور ما يقارب ثلاثة او اربع ايام يقول ابراهيم جاني اتصال من رقم غريب يقولوا اخذ الجوال ترن واضغط مرحبا مم معاي يقول اللي يكلمني شخص شوي كبير في العمر وصوته شوي مختلف يقول ايوا هلا والله مم معاي قال انت ابراهيم قال هنا عن ابراهيم قال ابراهيم انا ليه فترة طويلة ادورك ليه ما يقارب اربع او خمس اشهر وينك مختفي قال انا موجود قال ما عليش مم معاي قال انا طلبت من ناسي لاحقونك هنا ابراهيم عرف ان هذا الشخص ولي كان مرسل اثنين ذليك اللي لاحقونه قال انت ابغى تواصل معاك بخصوص موضوع قلت له وش الموضوع قال موضوع مهم مرة ما اقدر اتناقش معاك فيه هنا ولكن عندك خيارين يانك تفتحلي شات عن طريق الدار كويب نتواصل فيه وتكون الرسائل مشفرة او انك ابراهيم تقابلني ابغاك بموضوع مهم ابراهيم خاف قال من الافضل ان انا اقابله عشان ما احد يسجل علي اي شي قال خلاص يا عم انا راح اقابلك بس وين تبي اقابلك قال حدد الوقت اللي تبيه والمكان اللي تبيه وانا جاهز ولكن اهم شي المكان هذا يكون امن وما فيه شرطة هنا ابراهيم برضو ايقن ان هذا الشخص مطلوب امنيا يبغى مكان ما فيه شرطة ويبغى يقابلني المهم رحت وكلمت قاسم بهذا الموضوع كيف لقاسم ان فيه شخص يبغى يقابلني وما ادري شو يبغى مني شوي قال لي قاسم ابراهيم من طبيعي شلون تروح الشخص ما تدري منه ممكن تروح يذبحك قال ابراهيم ما ادري ولكن انا ارتحت لهذا الشخص ابغىك تساعدني يا قاسم نوصل لهذا الشخص قال لي ابد ما عندك مشكلة حددوا المكان والزمان اللي راح يتقابلون فيه وكان المكان داخل مقهى والمقهى هذا شوي غريب وبعيد يقول قاسم المقهى هذا اصلا اكثر ما يجتمع فيه العصابات يقول ونطلع لذاك المقهى اللي حددها لنا وحدد لنا غرفة ندخل فيها عشان نتناقش يقول والله ونوصل المقهى ونوقف على جنب وانزل حبة 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 لين رحت له الغرفة اللي هو حددها يقول لا حصل شخص جالس جوه بتشكله هذا هو ناظر فيني قال ابراهيم قلت رأيه قال لي تعال ويمسكني مع يدي ويعود يطلعني من هذا المقهى يركبني جوه السيارة انا وقاسم واركب السيارة الا فيه شخص جالس قدام قال لي كيف حالك ابراهيم قلت له بخير الحمد لله قال لي ابراهيم ابغى منك طلب واحد لو جبت لي راح اعطيك مبلغ خمسمية الف دولار استغرب ابراهيم قال خمسمية الف دولار على وش وش تبغى مني قال له بالحرف الواحد ابراهيم ابغى منك الثغرة اللي سويتها قبل ما يقارب سبع شهور ابراهيم انهبل قاسم انجن قال مستحيل هل ابراهيم هكر ومسوي نفسه ما يعرف الا ابراهيم يقول للشخص هذا قال له شكلك غلطان متأكد انا قال ايه نعم انت ابراهيم قال ايه نعم انت انت قبل فترة كانت عندك ثغرة والثغرة هذه كانت تخص احد المواقع انصدم قاسم ينغز ابراهيم ابراهيم شتسالفة شوي الابراهيم يقول ما ايد الرجال هذا يا اخوي صدقني ترق غلطان وش ثغرته وش تسولف فيه انت انا ما اعرف اصوي شي في الكمبيوتر قال يا حبيبي انا مراقبك من زمان من شقتك القديمة وصرت ابحث عنك ابحث عنك ما لقيتك وقيت اللي اكون فيها انا صرت ابحث عنك قبل فترة وقالوا لي انك سكنت فيه شقة والشقة هذه باسم قاسم وشفتك قبل فترة انت وقاسم داخل المحل المخصص الاقمار يتلى طيب واش تبغى قال اسمع ابراهيم انا ما اقدر اضرك لانك انت شخص مرة ذكي ومرة قوي في عالم الاختراق قاسم انهبل شلون ذا يقول ميد ابراهيم هذا اقوى واحد في عالم الاختراق شلون قال له 500 الف دولار وقابلة للزيادة وتسلمني الثغرة اللي حصلتها في احد المواقع قلت له طيب عرفني واشي الثغرة شوي اللي قاسم يقاطع كلامه قال طيب واشي الثغرة قال الثغرة يعرفها ابراهيم زين يقول ابراهيم قل له واشي الثغرة شوي اللي يقول ذاك الثغرة اللي موجودة عندك اللي تطلب من الموقع اي شي تبغاه بدون ولا دولار انصدم قاسم اراهيم انجن جنونة قال له متأكد انها انا قال ايه انت يا ابن الحلال معلوماتك كلها عندي قال الرجال هذا اسمع وما بغى اطول معكم هذا رقمي تواصلوا معاي واذا حصلت الثغرة وجيت تتصل علي قل لي الشفرة هذي قول لي انك خلاص قررت تبيع البيت وانا راح افهم انك انت راح تسلمني الثغرة ابراهيم يقول انزلت من السيارة انا من جن انا اقوى هكر يقول عني انا اقوى مخترق شلون قاسم يقول ايد ابراهيم ايه ابراهيم ليه كنت تغبي عني انك انت مرة كويس اذا المجال ليه كنت تسوي نفسك غبي يقول ابراهيم انا لحد الان منصدم وقاسم اسمع صوتها بالبطيق قاعد يزعجني يا ابراهيم اقلي شلون ابراهيم ابراهيم لف فيه كده ابراهيم قال له يا اخوي انا ما ادري ذا وش يسولف فيه ما ادري شي بيه هذا ما ادري وش يبغى بالضب قال له قاسم متأكد قال له ابراهيم يقول له والله العظيم يا قاسم اني ما ادري وش يبغى وما ادري وش الثغرة ذا اللي يسولف فيها عشان اسلمة ثغرة انا ما قد سويتها المهم يقول وارجع البيت واجلس قعدنا نبحث انا وقاسم نبحث وش الثغرة دي وش الثغرة دي وش الثغرة دي اللي خلتها يجيني ويبغى يدفع لي مبلغ 500 ألف ويقول حقت مواقع وشراه وتخلي شي مجاني قعدنا نتذكر 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 ما طلع في راسي شي قال بعقولة انا صرت هكر بدون ما ادري صرت هكر شلون المهم قاسم قال انا بروح البيت واذا حصل شي اتصل عليه يقول ابراهيم سويت عصف ذهني المخي ابغى اتذكر انا وشي للشي اللي سويته عشان هذا يجي يكلمني وهل هو غلطان بس هو غلطان وشلون جاب رقمي وتأكد انه انا يقول في جاف راسي موقع قديم شريت فيه اثاث الاختي قبل ما يقارب سبعة وست شهور الموقع هذا اتذكرني دفعت له الفلوس ولكن وشلون يقول ان الموقع صار مجاني لي واني انا كانت عندي ثغرة اسمحت اني انا اشتري يقول طرى في راسي اول شي اروح للبنك واخذ كشف حساب ولكن بنكي ما كان في امريكا بنكي كان احد البنوك العربية واتصل عليهم واقول لهم اني انا احتاج ايصال باخر سنة من عملية المشتريات كان لخلاص تمام يقول ما مر الا ست ايام سبع ايام الا يجيني فاكس في الايصال حقي كامل بجميع عمليات الشراء داخل حسابي واقعد اراجع 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 لين حصلت الوقت اللي صدق شريت فيه من الموقع وافتح كشف الحساب وابحث عن نفس هذا الوقت وناظر حسابي كان الف وشوي دولار صدق يوم اناظر الكشف صار الدفع صفر فاصلة صفر ومعاه سنتات بسيطة قلت شلون شلون لا لا دقيقة قلت له شلون ما سحب مني الا اصفار وفي الاخير سنتات بسيطة وانا كنت شاري بالف وشوي دولار انجن جنون صدق صارت فيه ثغرة ولكن يبغي يتذكر اهو وسوى ما قدر قال خلني اجرب اطلب ممكن الثغرة هذي موجودة في بطاقتي انا الصراف يقول خدت البطاقة ودخلت الموقع تيك 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 واطلب لي شي بثلاثين دولار واذغط انتر الا تم سحب ثلاثين دولار ما ساتر هذا سحب مني الان يعني المشكلة مو في بطاقتي والثغرة مو في بطاقتي قلت فيهذه يبغى لها شخص مختص واتصل على قاسم سلام عليكم قاسم تعال اذكرت الموقع اللي شريت منه صادق ايه والله صادق تعال يقول يجيني قاسم ووري كشف الحساب وعملية السحم ويناظر تال قاسم اكيد الثغرة في البطاقة قلت يا رجاء لتوني شاري قبل شوي من البطاقة وخصم مني ثلاثين دولار قال اجل شلون يقول قاسم حاول حاول يبحث حاول يعرف وقعد يقول لي بالله تكفى تركز وش كنت مسوي قبل عشان يضبط معاك الثغرة دي يقول المهم قعدت احاول اتذكر انا وشويت بالضبط ما طلع معاي اي شي ومر اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث وانا في مخي شلون قدرت ذاكي اليوم اني احول الالف ومئة دولار ذاكي الموقع الى صفر دولارات وقبل معاي ووصلوا لي يقول ابراهيم لو جت الخمسمائة الف دولار هذه راح تغير حياتي مئة وثمانين درجة يقول الافكار حرثيا الذكية دايما والاستنتاجاتها عالية دايما تطلع في دورة المياه الله يكرمكم واطلع من دورة المياه والفكرة اللي طلعت في راسي قلت ممكن الثغرة كانت في نفس الوقت اللي انا طلبت منه لازم اطلب في نفس الوقت هذاك صدق وانتظر ليه ان جاء نفس الوقت ودخل بيانات تيك 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 طلع لي يا جماعة الخير تم سحب صفر صفر دولار والعملية اكست او العملية مقبولة يقول انجنيت انهبلت قلت خلاص بس هذه هي الثغرة شلون صارت يقول طبعا انا اثق في قاسم ثقة عمياء ثقة 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 عمياء لابعد درجة طيط 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 قاسم تعال مش السالفة تعال حصلت الطريقة تعال والله يجيني قاسم واقعد اقول له الموضوع من الى وانها ضبطت وانه في الوقت الفلاني هذا ضبطت الطريقة قال قاسم يا ساتريا الفكرة الجبارة اقسم بالله العظيم بتجيب لك فلوس اسمع تبيت بيح على الرجال ولا تعرض الطريقة في الداركويب اثنها تعرض الطريقة في الداركويب لا شف انا بيمشي على المضمون وببيحها على الرجال اخاف انشرها في الداركويب والشركة نفسها هذول ينتبهون للثغرة ويقفلونها المم اعتمدوا الطريقة ذي اتصعوا على الرجال رأي الجوال هذاك طيط طيط سلام عليكم رأينا قررنا نبيع البيت فهم انا راح يسلمون للثغرة راهيم يقول يا ساتر هل مستحيل فيه ثغرة تكتشف مني انا وانا حرفيا جاهل او اني انا شخص حرفيا مميز واحدة من ثنتين قول والله واتصل عليه وقابله تسمع الثغرة موجودة تحولنا الفلوس الان ونسلمك الثغرة قال ذاك الرجال راح حولكم 300 الف ولكن ابغى تأكد من الثغرة هلي شغالة او لا طبعا ذاك ما يدري وش اسلوب الثغرة يقول المهم انا جاي اصلا على الوعد واعرف انه بيطلب مني ان يتحقق من هذا الثغرة يقول وادخل بطاقتي الصرف واضغطيق ويجي سحب 0-0 دولار انجن ذاك انهبل يلا خلاص تمام وش الثغرة في النهاية اصلا ابراهيم هو الكسبان يقول وعلم الثغرة واسلوب الثغرة والوقت المعين قال لي متأكد قال ايه الثغرة هذي شغالة بس المدة نص ساعة بين الساعة ثمان ونص لين الساعة تسع متأكد ايه متأكد وهذه الثغرة قدامك شغالة خلاص تمام ويطلع قاسم وابراهيم هم استغربين هذا كيف شرى ثغرة ولا شي ذي هذي مو ثغرة هذي هذا حرفية ولا شي وانتي يا ابراهيم كيف اكتشفتها اصلا وش الذكاذة اللي خلالك تفكر وتكتشف شي زي كذا حال ما ادري اهم شي نضمننا ثلاثمائة الف محولة في محفظاتنا البتكوين والمحفظة هذي برضو مخصصة القاسم يقول قاسم وابراهيم رجع وخذوا نفسهم للشقة يقول في اليوم الثاني اللي يتصل علي الرجال انت لعبت علي وان هذه ما تشتغل وانا 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 قلت لكيه ما تشتغل انا وريتك امس وهي تشتغل ومو رح تمام قال له اسمع انا بزود المبلغ ابدال ماهو خمسمائة الف رح اعطيك سبعمائة الف دولار ولكن تعلمني الثغرة تفهم ولو ما علمتني اياها اعرف انك حرفيا رح تفقد حياتك خافة وهم يوهد ش السالفة ش وضع الثغرة وسالفتها وش فيها يا قاسم يقول قاسم اخذت بطاقتي ودخلتها في الموقع نفس الوقت اللي هم اتصل فيه لانها هي كانت ساعة ثمانة واربعين ثمانة وخمسة واربعين قلوا اضغط انتر وصدقه سحب مني فلوس يا ساتر حين الثغرة وين شوي ابراهيم في نفس الوقت تاق 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 ويضغط انتر ولا سحب منه ولا ريال الموضوع وين بالضبط جابه احمد عشان يناقشون الموضوع يعرفون وش الموضوع مع المناقشات مع المناقشات ابراهيم صار يتعلم بسرعة من كلامهم صار يعرف وش هي الثغرات وش سلوبها ويقول قعدنا نتناقش موقار بخمس ساعات يقول ابراهيم انه اللي اكتشف الثغرة الاصلية داخل الموقع صارت الثغرة اللي اكتشفها ابراهيم ان الاسماء العربية اسماء طويلة ويكون في البطاقة مسجل ثلاث اسماء يعني عدد الحروف يكون كثير مرة ويتعدى بعض الاحيان الثلاثين حرف يقول بعكس الاجانب حروفهم ما تتعدى الثمانطعش واذا كثرت 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 عشرين يقول في لحظ في البطاقة قاسم ان اسمه قصير بعكس اسمي انا ابراهيم اسم طويل يقول ابراهيم بعد اسم في النص وبعد الاسم الاخير صارت الثغرة عدد الحروف اذا زاد عن الحد المعين ينفي تحلمة حق النظام يعني فيه خطأ برمجي داخل موقع حقهم ومن ليه اكتشف الخطأ البرمجي هذا ابراهيم الشخص الغير متخصص ولكن لاحظ انه قاعد يتعلم بسرعة شوي قاسم يناظر فيه كذا اللي قاعد تسويه ابراهيم شي خرافي يعني انت اكتشفت الثغرة بالصدفة والان اكتشفت الثغرة الحقيقية حرام انت ما معاك الا شهادة بسيطة نفس كذا انت مفروض معاك دبلوم باكالوريس ماستر دكتوراه يقول المهم صاروا يرفعوا لي ويشودون فيني بشكل كبير اتصلت على الشخص هذا قلت ميتقاسم واحمد انا ترى رح ابيع الثغرة على هذا الشخص ولكن بعد فترة رح اعلم الشركة بهذه الثغرة قال وخلاص كمان والله واتصل على الشخص وعلم الثغرة بالضبط وقال لازم يكون البنك مو بنك امريكي لازم يكون البنك بنك عربي وحدد له نوع البنك وقال لازم الحروف تكون اكثر من المعتاد يعني يبحثك عن شخص تتواصل معاه يقدر يطبقلك هذه الثغرة يقول على طول الشخص هذا عرض علي طلب قال اسمه انا بعطيك السبعمائة الف ولكن ابغاك تسلمني عسابك البنكي خيلوا انه بس يبغى بطاقة الصراف ما رح يسحب شيء بس بطاقة الصراف قام يشاور نفسه قال اخاف اعطيه بطاقة الصراف وتصير مشاكل بعدين وهذا من الداركويب ولا اعرفه قتلة لا ما اقدر تبغى هذه الثغرة ما تبغى مع السلامة يقول سلمت الثغرة وعلمت كل شيء يقول قال لي قاسم قال يا رجال شفت هذا الشخص لو راح وعرض الثغرة على نفس الشركة طلع منهم مليون مليونين لا يضيق صدرك عليه لا يضيق صدرك عليه ممكن هو يبغى يروح يعلم الشركة ان الثغرة هذه موجودة عندكم ولكن قاسم يقول المشكلة الكبرى وين الشخص هذا كيف عرف انك شريت من الموقع يا سادر قرب موعد عودة اختي لامريكا عشان تكمل دراستها قلوا الله العظيم اني نسيتها واستمتعت في ايامي واختي مو عندي ولا جيتهم بعد شهر ونص ولا شيء ولكن في تواصلات بيني وبين اهلي كل شوي يقول المهم رجعت اختي عندي في امريكا وانا قاعد افكر اقول الشخص هذا كيف عرف وشلون عرف اني انا قد شريت جيت وعلمت اختي السالفة قلت لها اختي انا الان معاي سبعمائة الف دولار شلون ويقعد يقول لها السالفة من الى يا تخلاص اجل ما يحتاج ادرس مشي انه نرجع قال لا لا بنجلس هنا واتوقع في خير واجد بنطلع من هنا قالت لها متأكد يا ابراهيم انك ملجأت البيع والمخدرات والاشياء هذي قال لا ملجأت لأي شي من هذي المهم مع السوليف مع السوليف قلت ميد اختي يا اختي انا فيه شي مسبب لي شوي قروشة هذا الشخص كيف عرف اني شريت من الموقع قالت والله مدري شوي الا قاسم يتصل علي قال لي شكلي عرفت قال له وش عرفت قال لي شكلي عرفت كيف الشخص هذا عرف انكم انتم مشتريين من الموقع قلت له كيف قال هل انت ذكرى ايام دخلت على روابط فيك قال له لا قال انت بس متأكد ما ضغطت على الروابط ولا شي قال لا يا خاص ببحث عن طريقة ثانية يقول ابراهيم جاف راسي اختي ترى يكون اختي جابت العيد قبل ودخلت على احد الروابط وصاروا يراقبون اجهزتنا عشان يصرقون الكوكيز حقتنا وسألت اختي وقالت ايه يا كثر ما دخلت الروابط جيني عروض كل يوم اشتر خمسين بالمئة بيع عشرين بالمئة عروض واجدة قال بس الرجال هذا دخل علينا عن طريق اختي وحذرتها قلت لعت تدخلين على روابط ولا على اي عروض خلاص قالت خلاص يقول في ذاك اليوم نمت وصحيت اول ما صحيت جاف بالي شي وبيني وبينكم صابتني ثقة النفس ما ادري هي غروع قلت يا ولد انا ما اكتشف ثغرة ثغرة كبيرة وبعتها بمبلغ كبير لازم اتعلم الاختراق والهاكم صدق صمال ابراهيم يبغي يتعلم خلاص ايقن ان هو شخص عقليته كانت عقلية علمية و لكن بسبب المشاكل النفسية و مشاكل البيت كانت مانعته من الدراسة هل من الممكن مشاكل قديمة تخلي الشخص غبي ولا يبغى الدراسة ولا يهتم في مستقبله ايه نعم عزيز المتابع اذا كانت بيئتك ممتازة صدقني راح تبدع بحياتي المهم معلينا صمال ابراهيم يبغي يتعلم الاختراق يا ابن الحلال والله لاتعلم والله لأتعلم راح تكلم قاسم السلام عليكم قاسم كيف حالك طيب والله انا بغى اتعلم الاختراق شسالباه والله أبغى اتعلم كان لا بتعلمني الله ي Mongoحك العافية ما انت معلمني بابحث عن شخص ثاني قال لا قاسم انا راح اعلم ولكن انا ترى عندي اشغال تقدر تدفع مبلغ لعن وقتي قال لا ابراهيم تم و انت يا قاسم اخو عزيز غالي علي أبد كم تبي قال أبغى منك بس ستين ألف دولار أبغى أشتري بعض الأشياء قال لا تم اعتبرها جتك وأصلا الفلوس هي كلها عند قاسم ولكن قاسم صدق شخص أمين خذه ستين ألف وعطاه إياه قال أخصمها لي من المحفظة حقتك قال لا تم خلاص قال ومع العلم قاسم يقول لإبراهيم ترى لو تدرس تخصصات ما راح يعلمونك الاختراق بشكل قوي لو تدرس أمن سبراني ولا تدرس أي تخصص في أحد الجامعات ما أحد يعلمك سلوب الاختراق بشكل كامل لازم أنت تبحث عنه بنفسك قال لا أنا راضي خلاص تم وزيادة على كذا قرح قاسم على إبراهيم فكرة قال شف وش رايك نستثمر الفلوس الباقية حقتك بعد ما تتعلم الاختراق وسلوب الحاكم قال لا خلاص تم وفي نفس الوقت هذا أصلا قاسم بيتخرج من الجامعة يبغى عمل لاحظوا أنه هو إبراهيم مناسبين أنه يفتحون شركة خاصة فيهم يقول والله إبراهيم وصير أتعلم مع قاسم يقول فيه ظرف ست شهور فقط وصلت لإمكانيات خطيرة يقول صرت مرة قوي جاء الوقت اللي أفتح فيه شركة خاصة فيني والشركة هذه تكون للحلول الأمنية ولكن قبل كل شيء مستحيل أترك حقي الخمس آلاف دولار اللي انسحبت مني منه الشخص اللي تجرى واسحبه مني المهم يا جمعانات الخير قرر أن يفتح شركة تواصل مع قاسم وأحمد قاسم وأحمد تعالوا المكتب ضروري اللي يشقة حقتهم اجتمعوا وقال رح نفتح شركة مخصصة للحلول الأمنية كيف وساموا الحلول الأمنية رأعلمكم يعني لو فيه أي شركة تحتاج إلى حلول أمنية داخل شركتها رح نساعدها لو فيه أحد من الناس تعرض لإختراق أو ابتزاز رح نساعدها يعني الشركة هذه رح تكون شركة كبيرة بإذن الله بتفقوا على النسبة بينهم وبدوا وفتحوا هذه الشركة كاسم ولكن قال إبراهيم عشان نثبت جودة هذه الشركة أو شيء نبغى نحله سالفة الخمس آلاف دولار اللي سحبت مني المهم لازم نحصل طريقة نجيبها صار يبحث صار يبحث صار يبحث عرفتوا الرسالة حقة السحب إذا سحبت من أي مكان تجيك إن عملية السحب صارت من المكان الفلاني هذا ولكن يقول إبراهيم قبل يمكنت أبحث عن جي و ام داخل محركات البحث وداخل جوجل ماب ما حصل أي مكان بهذا الاسم كان ذا المرة رح أبحث في الدار كويب عن مكان بهذا الاسم فصار يبحث صدق وحصل تاجر اسمه جي يو ام داخل الدار كويب يا ولد شو السالفة قال خلني أتواصل معه وش وضعه ذا الرجال وش موضوعه وأكيد له علاقة في هذا الموضوع والله ويدفع له وطاق طاق طاق ويتواصل معه السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب والله بخير اسمع يا حبيبنا انتوش تقدم من خدمات قال اسمع أنا عندي خدمات مخصصة لعمليات السحب داخل البنوك قال يعني كيف قال بعلمك كيف قال انت تجيب لي بطاقة بطاقة بنكية مصروقة ما هي مصروقة أنا ما لي دخل ولكن أنا أسحب من البطاقة هذه بدون رسالة تحقق لجيك على الجوال قال شلون قال يعني عطني بطاقة البنك حقك وروح أسحبها من جهة موثوقة عندنا هنا في امريكا وحولها لك بتكوين وأخذ عمولتي وأعطيك إياها شي رهيب صح ولا لا طيب وساما هل صدق هذا الشي موجود ايه نعم موجود وأنا مجربها بنفسي في مرة من المرات دفعت الجامعة في امريكا والله العظيم يا جماعة الخير بدون كود تحقق انه سحب المبلغ دايريكت بدون اي شي ممكن اللي يدرسه بره يعرفون عن هذا الشي المهم علينا يعني وظيفة هذا الشخص اللي داخل الدار كويب تعطيه بطاقة يقول له اسحب لي منها مثلا 10 ألاف 20 ألف دولار يسحبها منك يحولها بتكوين ياخذ عمولته ومع السلامة الله يستر عليك ايوه هنا جاء سؤال لابراهيم يلا طيب بسألك عن بطاقة كانت عندي ولكن انا البطاقة ترى هذه وقفتها يعني اول ما تيجي عمليات سحب على طول اروح البنك ووقفها وعن طريق التطبيق ووقفها ولكن ابغى اعرف مل يستخدم هذه البطاقة قال له والله معلومات العملاء ما اقدر اعطيك اياها قال له يا ابني الحلال انا بس ابغى تأكد العملية صارت منك او لا قال لعطني رقم البطاقة وراح ابراهيم يدور البطاقة حقيتها القديمة اللي ووقفها من بعد عملية السحب ويطلحها ويعطيه رقم البطاقة والاسم قال ايه نعم فيه شخص اعطاني اياها واسحبت منها قال من هو هذا الشخص يقول ابراهيم حولت فيه حولت فيه رفض يعلمني وقفل الطريق في وجهي وقال لي مع السلامة ولكن عرفت عملية السحب هذه من وين صارت افجاه في بالي شي واحد قلت اكيد اختي ورا هذا الموضوع شلونه سامى اختي ورا هذا الموضوع رأعلمكم فار ابراهيم على طول الاخته سلام عليكم سلوى كيف حالك طيبة سلوى بسألك تذكرين قبل فترة طويلة فترة 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 مرة طويلة هل قد دخلتي احد الروابط وطلب منك البطاقة البنكية حقتي قعدت تذكر سلوى قالت كيف يعني روابط وكيف طلب معلومات بنكية قال يعني رابط دخلتي وجيت بتدفعين شي عشان مقابل خدمة او شراء سلعة في النهاية ما صار معاك الشي هذا قعدت تذكر قعدت تذكر شو قالت ابراهيم تصدق في مرة من المرات جيتني رسالة من الجامعة قال ابراهيم ايوه هذه الرسالة فادتني ان المواد داخل جدول انحذفت عشان تضيف المواد تدفع رسوم بسيطة ويقارب عشرين دولار بس وفيه شخص يشتغلك ويسويلك هذا كله قال لها شلون وكيف وهل يوم سويت ايها وضبطت هذه الطريقة قالت ايها انا دخلت الرابط وحطيت بطاقة البنك حقتك قبل ما طلع بطاقة بنك لي وضغطت وطلبت الخدمة ولكن بعد مرور فترة كذا ابو اربع ايام خمسة ايام قال لي ان الجامعة غيرت النظام ورجع الفلوس لي هنا شك ابراهيم يقول ما ادري هل الجامعة لها يد في الموضوع مستحيل ولكن من له يد في الموضوع سوى كذا في اختي عشان اتأكد وايقن ان هذا الموضوع حقيقي لازم اتأكد من الطلاب هل قد جتهم رسالة نفس كذا او لا واذا جتهم هل صارت عملية سحب بعد هذه السالفة ايه او لا يقول ابراهيم قلت له خلاص اوكيه تمام وروح اكلم قاسم قال قاسم والله انا اتخرجت قال ولكن ما تعرف احد هناك طالب شي قال الا بس وش تخصص اختك وعطيته تخصص اختي وتواصل مع ثلاثة اربع طلاب يقع اليهم سلام عليكم عليكم السلام قد صارت لكم سالفة قبل بنفس هذا الاسلوب جاكم رابط عد المواد وبعد فترة غيروا نظامهم الجامعة وقالوا خلاص رح تنزل لكم المواد بدون ما تدفعون ورجعوا لكم الفلوس كانت اجوبتهم اي نعم قد صارت هذه الحالة قال صدق رجعو لكم الفلوس قال اي نعم رجعو لنا الفلوس الحين السؤال الجوهري اللي يبغى يسأل ابراهيم لهم قال قاسم قل لهم هل بعد هذه السالفة في فلوس انسحبت من بطاققهم او لا قال لهم قاسم قالوا فلوس ايه فلوس اتوقع ايه في صارت قبل فترة عملية سحب فلوس من بطاقتي قال اول شي جاه سحب الف دولار وما كان في البطاقة الف دولار شوي خمسين مية لين وصل وسحب مني ثمانية دولار او تسعة دولار والثاني نفس الحكاية هنا بدأ ابراهيم يجمع خيوط الجريمة وبدأ يجمع الادلة وبدأ يعرف وين جاء مكان الاختراق هذا وحدد السيناريو حق الاختراق هذا تأكد ان الاختراق كان من الجامع ولكن من ورا هذا الموضوع راح نشوف راح ابراهيم وجاب الرابط اللي ارسل للناس كلها ودخل على الرابط وفك مصادر الصفحة حق الصفحة نفسها يعني كذا المبرمجين يدخلون يشوفون مصادر الصفحة والسكريبت الداخلي ومن وين استدعى الملفات اتوقع الامن السبراني او المبرمجين يعرفون هذه السالفة فك المصادر ولاحظ اسماء الملفات كانت مسمية داخل الصفحة باسم طالب طبعا هي صفحة تواجهة المستخدم تطلع قدامك عيدية ولكن وراها اكواد يقراها المبرمج ويعدل عليها لاحظوا ان استدعاء الصور كان مسمي الملفات داخل الصفحة اسم طالب كان موجود هناك فسووا وسيرش عليه كامل او بحث داخل الجامعة طبعا الطالب هذا تخرج وخلاهم ولكن جمع فلوس كثيرة منهم ولكن من هو هذا الطالب حصل الاسم اللي هو بشير وصار يبحث عن هذا الاسم صاروا في سبعة في الجامعة اسمهم بشير بحث 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 لين حط القوس على ثلاثة اشخاص اسمهم بشير تخصصهم من معلومات داخل هذه الجامعة قال ممكن هذول الثلاثة اشخاص هم اللي ارسلوا الرابط يا سلام الان بتجي مهمة صعبة والمهمة هذه انا اصنفها كأسامة من اخطر عمليات الاختراق اللي هي والشو اسامة اتصل عليك وحاول اسحب معلوماتك ليه انا اصنفها هذه خطيرة مرة لان يقدر يوصلك بدون ما يتعب بس بمجرد اسلوب يكلمك فيه وشوية معلومات جمحها منك في الايام اللي فاتت ولكن ابراهيم رح يكلمهم علنا مين علنا جي يو ام الشخص اللي موجود في الدارك ويب رح يتواصل معهم يقول السلام عليكم انا جي يو ام والشخص اللي رح يرد ويقول ايوه ش السالفة رح يتواصل معهم يقولهم انا الشخص جي يو ام انا اللي سويت لك خدمة قبل فترة هل تذكرني؟ واصاغ الرسالة كاملة وصار يرسلها على كل الاشخاص الثلاثة ذولي يقول ابراهيم صدق وطاح في الفخ شخص اسمه بشير بعمر الثلاثة وعشرين سنة كان يتعامل مع الدارك ويب كان اول شيء اخترق الجامعة وجمع بيانات الطلاب داخل الجامعة وبعده صار يرسل رسائل للطلاب للناس اللي يبغون يعدلون جدولهم على انها رسالة من الجامعة وهي ما هي رسالة من الجامعة طبعا في برامج كثيرة يقدر تغير اسم المرسل فيها المهم رد عليهم قال ايه نعم اهلا جيم واشتبي صاير قال ان انا ابغى اقابلك وابغى اقعد معاك قال هل من الممكن ان كنت تطلع وجهك؟ قال اي من الممكن نبغى نتقابل اصلا بشير ذاك مستغرب ان جيم هذا ليه جيو ام قاعد يتواصل معاه في الحياة الواقعية وبحساب معروف المهم سووا له مكيدة قاسم واحمد وابراهيم بحد دوله ما كان يتقابلون فيه وطبعا كل شيء موجود كان مسجله ابراهيم من ناحية رسائل من ناحية ادلة كل شيء مسجل على ورق يقول ابراهيم اول ما قابلته اللو امسكه واخنقه نقوه وانصده من ردة فعلي ذي مما هي وش صاير وش السالفة؟ قلت له الان ما تعرفني صح يا كم وكم صرقت احد من الناس ذولي قل له قاسم واحمد يمسكونه ونضغط عليه كلنا طبعا كل شيء انا مسجله وكل تحركاته واعترافاته كلها عندي اجبرت على الاعتراف بعده سلمت الادلة هذه كاملة للشرطة المخصصة للولاية حقتنا طبعا رحت وسلمت الادلة كاملة لمركز الشرطة الخاص بولايتنا قل مهم يا جمعة الخير كتسويقا لشركتي صورت الادلة وصورت طريقة التتبع اللي اتبعت فيها بشير وعلمتهم الطرق اللي صدتها فيها واعلنت فيها عن شركتي الاولى لمكافحة الجرائم المعلوماتية واول ما اعلننا عن هذه المشكلة صارت الناس تتواصل معنا ولاحظنا ان كثير من الناس قاعدة تستغل وما تتكلم ولا تقول اي شيء بعدها ابراهيم ثبت اصول الشركة واساسات الشركة ودخل فيها كذا موظف وصارت تشتغل الشركة وهو بعيد عنها والادارة كلها في يد قاسم وسموه هذه الشركة باسم اي بي تي 29 ولهنا وصلنا نهاية قصة اليوم والله يا جماعة الخير ما اخفيكم القصة هذه اتعبتني بشكل كبير مرة من كثر التفاصيل اللي فيها حولت اختصر التفاصيل المكتوبة عندي شيء ثاني اخذنا شيء من القصة هذه مرة رهيب شيء شيء مرة جبار في يوم من الايام بتعتقد انك انت شخص فاشل او بتعتقد انها وقفت فيك الدنيا وتقول بس انا مستقبلي وقف وانا انسان فاشل لسانك هو راح يحتم عليك الفشل ويحتم عليك مصيرك فلا تتوقف عند نقطة النهاية لو نشوف ابراهيم من شخص والله العظيم انا اقول بدأ من الصفر وفوق الصفر انا عارف انه دخل في اشياء محرمة ولكن ما استمر فيها بشكل كبير ووقف عند حده قلمهم انه حصل فرصته في يوم من الايام فهدفي من القصة هذه وانا برضه اجي تختار القصص انها تكون منها فايدة ويستفيد منها المتابع اللي قاعد يسمعني في يوم الايام راح تواجه مشاكل داخل بيتكم انتبه تستسلم وفي مقولة معروفة لا تدهح الظروف الصعبة تحدد مستقبلك انت تحدد من تكون